تخيل انت واحد مثلا هلا بيروحوا من مكان ما يسألوني اذا اتي معانا ولا لا ليش موعب فيهم انا ما كنت انسان ممكن انهم يقولوا لها تعال معانا راح اخرب طلعتهم يعني انا حس ان هالي وايد تأذى بسببتي وايد شانو انت يا ترفع صوتك على ابوك لا تخسي مع ترفع صوتك بالنعال تنطيك يعني لما اذكر اني يوم من الايام رفعت صوتي لا اخسي يكسر خاطرك فارس هذا ولا ينرفزك ينرفزني لو بيدي اذبحها وذبحتها انا دايما اقول ساعات يعني حط بعض الفيديوهات فيها تلميحات ان انا هالبنيادة ماذا تبحتها ما بيرجع علشان تذي راح تلاقي فيني اشياء مهي لايقة علي مثل الوشن انا مرة من المراتب مطار اسطنبول تشيت انت بكران الحمام قطيت تي شيرت واقع صبعة لنفسي ماي يعني وايد ناس يحوشهم بين اكتاك بالبداية يتجاهلونة يحوشهم اكتياب شنن حوشك بسببت قعدتك وايد ناس يخلطون بين الحزن والاكتياب وايد فرق المكتئب ملازم يكون حزين انا مكتئب انا قاعد قاعد اطالع التلفزيون قاعد احكي على المسرحية بس انا ما بي اطلع ما بي اسوي شي ما ابي اي نشاط اجتماعي ما ابي اشوف اهلي ما ابي بس قاعد احكي على المسرحية قاعد اطالع ابوح انا بغرفتي فوق ما حايدري الوثات تيام انام بالغرفة ما حايدري عني ليني ايوم دخلت البيت حسيت جسمي مو شايد قاعدت اطرافي كلها تشنجت شنجت مقادرة تنفس خلاص طحت 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 بالصالة يلا قاعد ذن قم توضى وصل شوف شنو شوف شنو بيصير توضيت صليت مغرب ثاني ركعة ما قدرت اقوم من السجود بشي يعني نفط اللي بقلبي كلها قل الله يا كمية تاحن جسم سجار جسمي قايك قل الله يا كمية الراحة اللي حسيتها ما كملت صلاتي قمت داني ركعة قمت قل بشيت 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 يمكن ضليتي ممكن ربع ساعة تلساعة مقادر أرفع راسي من هاليوم والله العظيم والله العظيم كلمة ويهك مريح اول مرة اسمعها اهني بديت عيد حساباتي اهني انا قمت خلاص صار فارس جبال فارس يا انت فارس الزين يا انت هذا انت اي واحد فيه قسم بالله اذكر هاي ممكن ان الحكي مقاعد حقه قت واقف جبال منظرة قاع طالع ويهي قاع اقول هذا مو انا مو عارف نفسي قسم بالله يعني ما قاع بالغ بالموضوع قاع طالع بالمنظرة قاعبت قاعبت قاعقول منو هذا هذا مو انت يعني انا مرة اتصل فيني واحد قسم بالله يقول لي انت وينك بيبذبحك والله العظيم لا اصيدك يقول لي قلت له شنون شو المشكلة شفيك شان يقول لي انا فلان وانت قاعي القصة ومراضي كتقولها احنا اهلهم وهو قاعي قلت هي حطيت لابتوب يبحثني بسه 4 الفير قعدت التلفون قاعدت كسر مع ان الكلام اللي انا قلته كلامهم اهم بالمقابلة ما زدت ولا شي من عندي بس يا اخي احترمت الريال لو انا مكانة ما بيحايت تكلم عن اهلي حتى لو انا قاعد للكلام انا اقوله كيفي اهلي بس انت شا كنت تكلم عنه منو انت لحاضر انا اسف حقك انشالت القصة وهو معي على الخط لان حذفت قال لي صدج والله ان حذفت قلت لا والله ان حذفت ايش دورها حذفت اخي انا موداش هالمكان علشان اسوي عدوات مع الناس القيمة اللي قاعد يقدمها فارس يمكن هذا السؤال دائما ان وانت قلتها قبل ما نبلش ان الناس تقول انت شا كاعد تسوي ليش انا اعطيك هذا الاهتمام وانتبه الصدج احنا ايضا نسمع هذا الكلام انه والله فارس اوكي شخص عنده فيوز عنده مشاهدات ولكن مو بالضرورة يعني انه قيمة انتبه ليش قاعد تسوي هذا الشي السلام عليكم انا محمد الزايد وهذا بودكاست محفوف اليوم نشوف تفوق يوتيوب على الاعلام التقليدي الحلو بيوتيوب والناس اللي ناجحين في يوتيوب انهم مستعدين يقدمون اسرارهم على عكس ما كنا نشوفها في الاعلام التقليدي كان ما خلف الكواليس يتم خلف الكواليس ولا حد يدري عنه ممكن في لقاءات سابقة استضافنا مساعد الفوزان عبد الرحمان الابداح من الناس اللي ناجحين في عالم يوتيوب وكانوا كرماء معنا ومع المشاهدين بانه شاركونا تجربتهم شاركونا الارباح اللي ممكن طلعونها الشغل اللي يحطونا في برامجهم اليوم كان معنا فارس عاشور شخص مجرد انه يسرد قصص ولكن بطريقته بعفويته بمهارته قدر في ظرف ثلاث سنين يكون عنده ما يقارب عن سر هذا النجاح وكان عندنا عدة محاور ولكن حلو احنا نستمتع بحلقاتنا لما يكون في محور احنا نعتقد انه هذا محور ثانوي ويطغى على الحلقة كلها فارس من الناس اللي كان عنده الشجاعة والصراحة بانه يتكلم عن تجربة نفسية صعبة حاشته هو يسميها بالاكتئاب من بدايتها وشون مر فيها وشون تغلب عليها وشون تمثل اليوم المادة اللي قدمها فارس تمنى تستمتعوا بهذه الحلقة تقعد تضبط التون مع الصوت فهذا انت شي اشتغلت عليه ولا بصدفة لا بصدفة كله بصدفة بس طورته أقصد يعني صار فيك انه أنا صوتي لازم يكون لا ما طورته انت دائما لما اي واحد فينا لما تسجل بويس وتسمعه تقول هذا مو صوتي صح لانه انت مستعد علشان تسجل هال بويس او لما تصور نفسك بالكاميرا وتتكلم تطالع حلو بس صوتي مو صوتي هذا انت قاعد تصنع على الصوت مع الفترة مع الخبرة راح خلاص تكون مرتاحة قدام الكاميرا تتحجى بصوتك اللي هو الصوت الاساسي ايه وطبعا انا استفدت من تمثيل اوكي انه لما تقول القصة ما تقولها كسرد تمثل بصوتك ايه راح ايه بعدين ما ادري شوه ما تمثل بصوتك بس عندك أساليو يعني أدوات ثانية غير انه اعلي يعني بصراحة يعني اليوم قاعد اسمع فيديواتك تتعرفين لا الريال الفنان يعني هذا مو صوتها الطبيعية يعني نشوف الحين قاعد نسول قاعد نسول في عادي تنتقل لي فصل ثاني اطلع من الكادر كله ادخل من عالجن فصلت فصلت على اللي صار يعني اللي صار مثلا مثلا في واحد راح وذبح ناس وسوى تشديب هذا سوى تشديب هذا سوى تشديب هذا وخلص انت بدش على مثلا الشرطة تطلع تقول ام الشرطة كانوا بالمكان الفلاني قاعدين يدورون عليه بس ما يدرون انه هو بالبيت يعني تدخل بفصل ثاني بحدث ثاني صاير بنفس الوقت عرفت يصير كذي طبعا هذا كله تعلمته طالعت وايد ناس يعني يعني انا اقول لك انا يمكن متأثر وايد بالدحيح احبه احبه شلي ميزة ما حد يقدر يخليني اتابع فيديو مدة نص ساعة غيرها انا ما احب المحتوى اللي انا قاع قدمه ما احب اطالعه يعني ممنوع اللي اطالع المحتوى طالع معي يعني بالصدفة فالدحيح اقول لي خلاني اتعمق فيه هذا شلون قاعد يقول القصة بها الطريقة شلون قدر يخليني اقعد جدام التلفزيون في عنده فيديوهات خمسين دقيقة شلون خلاني اقعد جدام التلفزيون اطالع من غير ما غير تجربة انت خمسين دقيقة بعد ايه في عندي فيديوهات خمس وخمسين دقيقة تقريبا واستمتع فيهم بس المونتاج جمالهم يطبح الدحيح ش تحس اللي تميز فيه هو اللي خلا نمبر ون يمكن نقول بس بالسرد طبيعي ريال طالع طبيعي ترى ما يحفظ وهذا اللي خلاني انا اخذ جزء من سلوبه انا محفظ انسى انسى احفظ كلش هو تقصد حافظ او الارتجال اشوف اللي احنا قدما لازم اسكربت فيه فيه ارتجال فيه ارتجال وايد بس مو ارتجال يعني خارج سياق للقصة ارتجال بالقصة انت لما تبتقول حدث معين فلان اطلق النار على فلان شو انت بتقولها اخذ المسدس رفع المسدس حطه على راسه واطلق على النار انت قاعد مثلا قاعد توصل احساسك حق المتلقي نفسه وهو نفس الطريقة بنص الموضوع لما يكون جد يفصلك شوي قطة هني قطة هني يضحك شوي علشان لا يمللك علشان لجدامك ما يمل انت يطول وقت قاعد تكلم رتم واحد رتم واحد راح ينام راح يزهق اللي يسمعك فانت شون تخلي تخلي المتلقي صامد معك انت جاد عندك لمدة 20-30-40 دي بس في اللي يحطك يا بي نام هذول تداريهم ما تعلي صوتك ما تقعد اليوم اليوم واحد يا هني ما نام على صوتك صاحبة مفترس لا ذاك يا دازير شاب واحد حط هم تعليق وشيش ان هذول جماعة البودكاست يدرون ان احنا نعطوا بس عشان نام صح يا اخي حسن يعني هم اوكي انت قاعد تسمع لقاعد من نوم هم راح تكمل تسمع همشي اني فايدك يعني نومتك بس كنت فايدك التمثيل بهالموضوع هذا الحين وايد وايد اولا ما قمت اخاف من الكاميرا ثانيا خلاص تعودنا صرنا ربع يعني ايام التمثيل قبل قبل يعني متى ما بحقل نشي خنقول انا بلشت 2005 2005 2006 2007 維 2013 كانت كاميرات كبار كاميرات خرع لما توقف خدامهم الحين عادي يستخدونهم خاميرات صغارة agile digital لذلك فاااا تعوت عليها خلاص يعني صرنا ربع عم وياها ما في ذاك الربعة يعني اطق وخلاص اروح اشتغر في ناس من يوقف خدام الكاميرا يضيع الحك يعني عمش بتصوير قت لي لا يهدى التون بس أمورك مشاء الله واضح أنه ماكو مشكلة لا خلاص فتشيت من أول نص دقيقة وياكم بس يا أخي أفهم يعني التمثيل أنا بالنسبة لي عرف اللي يقول ولا بصير دكتور أفهم ليش بصير دكتور مهندس لأنه أنت أبيئتك تشجعك دائما يبينون لك أنت را هذي من المهن اللي فيها برستيج معين فيها تقدير معين دكتور المهندس دكتور المهندس المحامي الممثل خنقول أبسط شيء مو من المهن اللي المجتمع شجعك عليها أو يتقبلها أو يتقبلها بالمقابل يحبونها يحبون عقب النجاح يمكن بس أنت بالصدفة شنو اللي صحيحني شنو علاقتك بالميديا بالتمثيل أنا أقول لك يوم الليام تبي قصة أنا قصة تون ومصعدة ونزلة أنا بريح يوم الليام شديد قاعد الصبح مع الوالدة قاعد تريك بطلت الجريدة قبل الجرائد ما في جسنا كان 2003 ولا كان تون بلش استارك أدب قرأت ولا برنامج جديد على الـ MBC حاطين صور ناس واحد يعني معطينهم يعني معطين ظهرهم ظهرهم حق الكاميرا كذا واحد وإذا كنت تريد أن تصبح النجم ونجم المستقبل اتصل فينا سيري تدقها الرد الآلي تحط بياناتك أنت على طول نجم المستقبل دقي 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 طلع للرد الآلي اسمك حطيت اسمي ما أدري شنو هذا من أي دولة حطيت كان أقول لحق الوالدة بصير مشهور شاك يقول بوهيك زين والله شاك يقول بوهيك زين كل خلصنا قلت له شو برنامج جديد راح يسجل راح يدقون عليه ونسيت سجلت ونسيت بعد شهر شاك يتصلون في لي MBC كان البرنامج هذا افتتاح يعني راح يكون أول برنامج ينزل على MBC2 أوكي كانت توهى ليحمون بطلة MBC2 ردتنا وراء ايه ايه فدقوا علي شاك ومبروك من بين أربعة آلاف مشترك سجلوا في خمسمية اخترناهم ومحتاجين منهم الحين أمية عندنا مقابلة وياك شدي بالتلفون مدتها تقريبا خمس عشر دقائي ناخذ منك بعض المعلومات تكلموني أذكر كنت بحديقة بيتنا تكلموني تسأل ورد تسأل ورد وهذا أوكي سكروا التلفون من أربعة آلاف نقوا خمسمية أنا منهم شاك تقول لي والله خمسمية شام واحد يمون قلت لها يابون 12 واحد شام تقول لي يابون 12 واحد مستانس عشان نتمل 500 قلت لها ايه مستانس فهم شدي مر شهرين يمكن محد دقائي لقد خلاص كان ينزل إعلان برنامج على LBC تلك LBC لبنانية اسمه Survival هم كانوا يابون شي هم دقيت خاص تعودت الحين دليت الطريج هم دقيت حطيت بياناتي وكل شي طالع من الدوانية بالدعية بمطعم شور ما عندنا هناك وايد حلو كان قطع ثلاثة ايه قاكل بالله بالليل طالع من الدواني قاكل شور ما شي يدقون علي هلو احنا معاك MBC مبروك انت طرعت من الاميال اللي يعني اخترناهم علم راح اندزلك راح تروح طيران الشرق والأوسط استلم تذكرتك راح تتيننا لبنان مبنى ال MBC ينسوي معاك مقابلة هذا سورفايفل هذا لا هذا بيك براثر برنامج اولاني اوكي فرحت ورحت لبنان رقعت معاهم بالمقابلة ويعني كانت طاولة شكبرها اجانب ومنتج ومخرج وما ادري منه يعني كان تيم كبير يمكن كنا على طاولة فوق العشرين واحد بس حزتها هاي ذروة برامج الريالة يعني الواقعية كان ستار اكاديمي لحم وخالص كان على نهاياته ونفس الشركة اللي مسأوها الستار اكاديمي هي نفسها اللي مسأوها البرنامج فبق برادر برنامج عالمي معروف فكانوا يبطبقون هني كنسخة الشرق أوسطية مالك بالطويلة لا لا أنا هذي بالطويلة انت يا ايني شخص شارك بريالتي يعني هذا مطويلة بيطلل شي بعرف شهذا اشي هاي سمون من عقب لمية هذيل قابل لوني هذا شيء يتصلان فيني مبروك انت معانا من الاثناش انت ممثل لكوت البرنامج سوا بالبحرين افتتاح جزيرة أمواج اوه كان التو احنا اول بيت ينبني في أبراج في أمواج عجيب كان البيت مال بيك برادر عجيب احتفال طبعا وسيارات برسويدوس كل واحد سيارته وبرستيجك تدخل داخل الغرفة ما حد يشوفك ما تشوف الصحافة بدي قاردك الخاص وبرستيج مو طبيعي كان كان شيء شيء عمرك هني هني عمري كان 27 26 شو يعني فكان فيه من السعودية ويانا اتذكر اسمه عبد الكريم كان ويانا واحد من العراق اسمه مازن والله اتذكر اساميهم شذا سبت كانت معانا من البحرين من وبعد وايد والله كنا اتنعش ست شباب وست بنات غرف الشباب بروح البنات بروح في صالة تجمعهم الصالة مفتوحة على المطبخ النظام امريكي و بالليل كل واحد ايش غرفته كانت تصوير 24 ساعة بس كان ينبث ملخص 24 ساعة بساعة يوميا لغاية اسبوعين بعدها رح يصير لايف كانت مقدمة البرنامج رزام مغربي دخلنا قبل اسبوعين صارت مشكلة كبيرة بين هنقول الاسلاميين من هالطرف ومن هالطرف الاثنين من الصوبين فيابوهم ياابوهم الشيعة والسنة ياابوهم قعدوهم اثنيناتهم قاموا بكا شوفوا البرنامج قعدوا يوم كامل شوفوا حتى لو تدور بالنت رح تشوف محطوطة صورتهم واقفين قاي طالعون الكاميرات انه ما في شيء قاي سمونا غلط اما مراضين لان الموضوع يسير في البحرين مراضين ليش شبابوا بنات مع بعض ببيت واحد وبالبحرين مظاهرات لا هو الله ايه البي بي سي تكلمت عنها انه لأول مرة نسخت بيك برادر تتوقف وقفوه حزتها انت شكاعدوا رموخك انه غلط صح ليش صار شدي شنو انا مو قصة اني غلط انا اقدمت على شيء وخلاص اكمل لان النهاية اشوف شنو نهايتها هي تجربة كانت ما ادري اذا استفت منها او لا اعتقد اني ما استفت من هشي بس اسبوعين ما يمديك بعد ايه انه جربت شيء بس اقول لك شيء الاسبوعين هذيلة ما يدخلون عندك لا جرائد ولا تلفون معك ولا تدري عن اي شيء قايصير معك برا ولا شيء اتعمدين او ما يبون شيء انا ابوي وصل لي عندهم قال لهم بطلعة لانه صايرة مشكلة علي انا بزارة تربية وكتما اخذ اجازة اسبوعين رايح وطالع لهم بالانفيسيات والله لحين ذكروا يقول ابوي قالوا اللي انطلعهم كلهم ولا انطلع فارس وهو اقرب مرشح ان يفوز بالبرنامج اجيب كان وضعي وايد قوي وايد حلو كان بس شنو الفكرة الفكرة شنو الفكرة ان شباب بنات ببيت واحد في مهمات يسوونها بهالمهمات هذه ياخذون اكلهم شربهم اذا انجحوا فيها ما نجحتوا فيها ما في اكل ما في شرب ما في اشياء وايد يعني يعني اوهو برة طريقته غير مثلا لو تشوف النسخ اللي برة نسخ ما تمشي معانا وانا لحين بهالعمور مثلا مقتنع ان البرنامج مستحيل يمشي معانا لانه اوهو اساسا معتمد على العلاقات بين الجنسين بين الشباب والبنات غير شدي ما في شهي البرنامج اوه ما شلون كانوا بيمشونها ما نعارف شلون فاساسا اللي فكر بهالفكرة غلطان وانا سيدة رحت شاركت ما ادري لش وهذا كان مدخلك ايه بعدها اذكر صار يعني صار في عندي علاقات بالوسط الفني قام يعرفوني شوي الناس وهذا فكان في مسلسل ليش ماتي المسلسل جرب نفسك ما ادري شنو جربت ومشي الماضي كان حلو يعني اه قلت لي من اللي 2013 بعدين وقفت ايه وقفت سنة واحدة بس اللي هي 2012 هذي وقفت فيها ما سويت ولا مسلسل لانا سويت عملية عملية دسك برقبتي هذي وقفت فيها 2013 رديت بس ما كملت بس شنو هذا المجال مجال الفن مظلوم بالكويت يعني مثل داخل مثل ما الناس يحاولون يبينون ظاهرة بأن هذا مجتمع موزين ولا مجتمع ما يليق بالكل ايه لو خلي اتخربت مو الكل موزين ولا الكلزين في البعض داشرين المجال يبون يقدمون شي بس في البعض الآخر يعني ما لها شغل بالفن أصلا والمشكلة هو هؤل اللي مسيطرة على المكان فأنت إذا 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 ولد ناس بتربي و عندك شوية تعزف نفسه وكرامة بسرعة تتعور من الكلام أو من مواقف معينة ما رح تقدر تستمر فيه يحتاج شوية أنك تنزل عشان تقدر تستمر فيه منت صغير لاحظت نفسك تحب تمثل تحب تسوي شي تصدق وانا صغير كلش ما كنت صوب هالموضوع لأن وانا صغير كنت رح نفتح بابي حبهم وانا صغير أنا بلش تلعب جودو من عمري ثمان سنوات أنا أبوي مدرب منتخب الكويت وخواني هم بعد لاعبين أنا بطل الكويت من سنة واحد تسعين لغاية سنة الفين وخمسة تقريبا أو لا الفين واثنين أو الفين وقعا هذا وزني ما كان يطلع من يعني أنا بطل هالوزن إن شاء الله فلأن الفترة هذه أنا كنت لاهي فيها بالنادي والرياضة والجود وكان ما أخذ كل وقت معسكرات وسفر مع المنتخب ودنيا يعني أنت مانا قيت الرياضة أبوك أبوي كان لاعب جود وأنا طبيعي أنا ولد العود كان دايما يأخذني معه يعني من عمري يمكن أربع خمس سنوات أنا بصالة الجود وأفتر يعني مدرسة محد يحارشك ينغشون ينغشون بالطول بعدين هذا واخره عنا لحد يروح لنا والله والله الربع الحين بالعمر يعني نما نقعد مع بعض كل واحد عنده موقف معي نصحت هاشة كل واحد عنده موقف يا هاشة يا طاق بس أكيد أثر عليك يعني أنا وايد أسمع أن موضوع الفنون القتالية إن شلون إذا هذه من الأشياء وايد المهمة اللي تعلمها عيالك ولا تعلمها بنائك من أحسن يعني فنون القتالية لها جانب يعلم الصغار وايد أكثر فرصلا من كرة القدر يعني يعني يعطيك ثقة بالنفس يخليك يطخ شفتها الطاقة اللي بالياهل يبي يحوس يبي يطق يبي يسوي يطخ لأنه شبعان بالنادي مطقوق صالة ساعتين يطق وينطق فخلاص يطلع ما لأخذك نفسه يطخخك يخليك شوي واثق من نفسك موهي واحد يقط عليك كلمة ترد علي مايواحد يقطع لك لا انه انت أدري تقدر ترد وأتقدر تساوي بس يستير فيك لي هذا يعني قاي تحرش ما يسوى أكفخة هذا اللي يعني توصل هالمرحلة ايه انت تدري يا انت تدري وهو شنو وأنت شنو كله يمين بروحة الله يسرع لك اي دسترتي انا سمعت اذاك ايام تترع الفيديو واحد هم يلعب فيه يقول ان تحسب لكم شنو كل واحد يتطق لي هرن بالشارع وليا سيبني اقول ما اتطقهم يقول خلاص ما خلص أنا راح أكفخ لوادي وصل مرحلة خلاص يعني خلاص يباروح ما ليشو أنا أسف لأن أنت عندك ثقة بنفسك أنت هناك لما تنزل بطولة ولا شيء أنت قاعد تكسر ناس محترفين ولاعبين وقواية وينحسب لهم ألف حساب هذا منه يأيك من الشارع يبيغلط عليك ومثلا أنت بتحط حالك حاله خل يكبر عقلك حالك بس في أثر عليك اليوم يعني ما يخلف هذا أثرة كان عليك من تصغير بشغلك اليوم بحياتك الجود ولم تذكر أثر من أي ناحية بنفسي يعني ليل اليوم تتحس نفسي طاخ أكثر من الناس كالتزام فرضا بس شون يأثر عليك اليوم أثر علي مني أنا ما أقدر عيش يومي بدون لا ألعب رياضة ليل اليوم ليل اليوم أنا الله يبدع عنكم وعن السامعين يعني طحت مريض في أثرة تقريبا في السنوات ما قدرت ألعب رياضة حياتي كلها تدمرت بالنسبة لي أنا ما أقدر أروح النادي أقول له مصيبة يوسع مرحلة شير إدمان مثل إدمان أي ما أقدر إذا اليوم ما رحت النادي أحس كذي كنا في شي ناقصني أبي أبي عرق أبي أحس أني مسوي شي يمكن هذا أكثر شي فاطمة أنا من ظهري تعودت أن أنا يوميا لازم أكون بالنادي ألعب رياضة وهي مفيدة للصحة وبعدين اللعبة قتالية مثل جودو لها آثار جانبية ثانية إصابات أنا ما حشتني إصابات مع العاب بعد ما كبرت شوي بالعمر بينما عيدسك برقبتي فأطريت أسوي العملية ما كان مبين طول فترة مع الكبر مع هذا في فقرتين كانوا متحركين باني عليهم مثل كلس متكلس فكان جسمي تخدر أحس صداع يعني ما كنت طبيعي فسويت العملية العملية كانت فائد خطرة بالنخاع والدنيا عمود الفقر تقريبا فوق 8-9 ساعات كانت العملية حطي لي برغي لا تقرب مغلاطي الصوت تأذى بالمطار لا صدق ما يبين لأن بلاتينة توقع أو شغلتي ما يبين أنا ما بيقول بدايتك مع يوتيوب أكيد عالم السوشيال ميديا بلشت حالك حلق أي واحد مجرد تعرض شيء شخصي ولا شليسا اي بلشت 2012 برنامج سميته سؤال بري كل حلقة عندي سؤال نجاوب عليها ظاهرة صغيرة بالمشتبع نجاوب عليها شيء لفت نظر الناس صارت رند نزل حلقة عنها نطل نزع لها شو ونضحك يعني بسلوبنا الكواتين معروفين حزت هذا بيوتيوب اي الفيوز تذكرهم والله أذكر كان في عندي فيديوهات في 2012 كان عندي فيديوهات وصلا ثلاثين ألف مشاهدات ايه كان شيء حلو بس مشتركين القناة توقعوا وصلوا ثلاثة أربعة آلاف يمكن اليوم 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 ثلاثة مليون تقريبا داشين على ثلاثة مليون الحمد لله بس من 2012 لأيه 2018 كان فيه وقفة وقفة طويلة يعني بعض الظروف صارت وخرت سويت العملية والدنيا فوخرت رجعت 2018 2018 رجعت أنا كنت بهالفترة هاب بالصفر ما أقعد مدرس ينزل لي معاشر أربعة شهر أطقهم أروح ثلاثة شهر ما أرجع من ديرة لا ديرة شيء يبلش معك من عمر ولا فجأة لقيت نفسك خنقل بلش معي من عقب ما سويت عمليتي من 2013 دليت الطريج خذت إيدي على بوكينج وبرامج حد طيران أدور طيران رخيص مع فندق رخيص وروح أحلى الأماكن بجت صغير يعني مناسب كانت الفكرة أنا أبي أوري الناس يعني أو أعلم الناس شون تقدر أنت ما بيعلمهم على طريقة الهوستلز واللي باك باكو يسافرون ولا لك جريد اللي هم يسافرون يقعدون بحسن أماكن لا أنت موظف عادي أنا حالي حالك اللي هي أغلب شريحة المجتمع شنون تقدر تسافر أماكن حلوة بدون ما تصر فائد يعني سفرة اليابان قاعد 25 يوم تخيل اليابان صرفت ألف دينار منو يتخيلن باليابان أنا بنفس الوقت اللي كنت فيه باليابان كان عندي واحد من ربع الله رازقه كانت يوميته 500 دينار اي منطقي اليابان يعني اي مو شوية يوميته أنا قاعدت 25 يوم بلف لا وقاعدت بفنادق نظيفة ورحت ديزني ورحت يونيبيرسل وتوكيو وساكا وكيوتو يعني فتريت بس يبقى لأ شوية تعرف وين تروح شون تركب قطارات لا تركب تكاسي مثلا مثلا من المطار أنا أول ما وصلت مطار اليابان وقفت تاكسي شاين بستين دينار مسافة نص ساعة طريج ستين دينار شون رح أسأل موظفة لايبانا رايحة الفندق كم وين أروح شون تقولي نروح الباص هذا اللي هناك المحطة مالت الفندق مالك تقريبا 12-13 دينار من ستين إلى 12 هم واي ترى 12-13 دينار يعني مو شوية بس يعني هم أهون من ستين دينار هذه التجربة كانت هم أنت تبي توريها الناس وقعد توثقها بالبداية كنت أسوي حق نفسي كان أكاونتي للإنستجرام فيه تقريبا 200 شخص ربعي لما أنا قعد الدوانية يسألوني ها وين رحت من وين ياي مثلا اي شفناك رايح المكان الفلاني نزين وين تنصحنا نروح ليش ما هذا يعني يوم لأيام واحد من ربع تقول شكرا ما تبطل قناتك على اليوتيوب تذكر البرنامج اللي كنت تسوي انت هذا السؤال بري وهو لأنه كان معاي ليش ما الحين تفتحها وتحط فيها سفراتك لا ما لي خلق أصور شك بالعكس وانا سراح يصير وبدال لا الناس يسألونك أو احنا نسألك على طول ندش نطالع فكان الموضوع بيننا قمت يسوي شريت لكاميرا قمت يسوي مقاطع كسيرة نزلهم على الانستجرام اوكي بعدين لا والله قلت ليش خلا بطل اليوتيوب أرجع مرة ثانية يا شغلات شانت خلع اليوتيوب أمسح الفيديوهات القديمة كلهم ملوت سؤال بريء كلهم قطيتهم صفحة يديدة نفتح صفحة يديدة شانا بلش قلت بجرب الكاميرا حتى ذكر كنت شاري جو برو ما تنفع قلت غلطة هي حق سباحة حق شي بتروح مدينة مائية بتروح مكان تصعد جبل تركبها واضح مو مو كامرتك الأساسية خذيتها صورت فيها فلوغ الأبراج أول فلوغ عندي قلت بجربه يلا صورت طبعا ما حد تقرب تقبل ليش اشتابي انت يعني تقبل تعليقات تعليقات والناس اللي حواليك الحوالي يعني معاي ومتعودين نفارس راح يطلع بشيه دين ايه معاي بس انا كنت بجر بجس النبض عند الناس لانا لاحظت اغلب اليوتيوبرز عمارهم كلهم تحت الثلاثين انا الوحيد داش عرض بينهم عمري اربعين سنة مزين هنشوف يتقبلون وما يتقبلون طبعا خذيت لي حتشي وايد مثل شنو يعني يعني انت اشيائي بكني اشتبهني مادري شنو الريال مضيع خلوه شان اسوي بلوك ثاني لا والله قاع صورت شذي و قاع صولف مع الناس لا شان يزلغوني زيادة داسوا ببطني في هالبلوك من ساحته هذا من ساحته بس مااني فاهم يعني ليش يعني او شون يكه الكم اذا انت مبلش قناتي دي ولا ناس متعودة على فيديوهاتك القديمة اللي لاحظ اللي شاف مايقط لك تعليق حلو كان يقط تعليق خايص مايخالف خلني اصلك نفسه اليوم انت تشوف نفسه الفيديو هذا الفيديو اللي انت مساوي ماالابراج ماالابراج شنو التعليق اللي بت ماتعرفهش راح اموت من الضحك راح اموت من الضحك كاي اقول المسكين هذا قاي يحاول والله العظيم والله العظيم والله العظيم احلى شيء نتواصل يعني متواصل مع نفسك لا لا انا متراضي معنا متصالح مع نفسك متصالح مع نفسك كم مرة ترى بغيت اسوي بلوغ احط فيديوهات القديمة اضحك عليهم لا والله بس ام ادجي الموضوع شوي ففيديو الابراج كان نوعا ما مناسب يعني اوري الناس شيء ترى انا قاعد اقول لك فيه ناس تضلغوني بس فيه وايد ناس شجعوني اذكر حزتها القناة لانه وقفتها وايد ناس راحوا منها فكان فيه اربعمية وما ادري هل اربعمية احياء ولا اموت اربعمية السبسكرايبر ايه هل احياء ولا اموت هذي من من انت موجودين ما ادري فبلشت صورت هذا بعدين اول فيلوغ سفر كان تركيا انا احافظ تركيا متعود عليها وايد اروح لها هي نقطة انطلاقية اذا بسافر اي مكان تذاكر ارخص الدنيا ارخص هناك فاوصل هناك من هناك اسافر تركيا كان عندي سويت شم بلوغ بكذا مكان لا احني كان حلو خلاص طبعا كنت اصور ومنتج اصور ومنتج وما نزل اشياء اتعلم عن المنتاج ابي اشوف ايدي تاخذ ما تاخذ لما شفت ان في عندي فيديو خلاص هذا طلع وايد حلو من البداية للنهاية نزلتها عادي تيكي هني الصوت هني عالي الموسيقى عالية الدنيا هذي راح تفهمها مع الوقت محزاتها ماك مدخول ماك شيء بلت شدي قاعد تسوي انت لا لا انا عقوناستك انا تقريبا سنتين اشوف ان في عندي فلوس باليوتيوب بس ما انا عارف ااخذهم لا سنتين والله العظيم سنتين اشوف كافي فلوس يعني ليه اليوم انا تشم واحدة عارفة عند قناة يوتيوب اي اسمه عارف يطلع الفلوس منهم فهد فهد البشارة زين معلق قلت له انت يا اخي قاعد نزل فيديوهات على اليوتيوب انت الناس تسمعك تحبك حرام شون انا ما علي خلق عندي هني وعندي هني قلت له جرب والله جرب نزل قصة قصتين الدنيا افتحت معه يعني انت فهد وضعه غير عماطي فهد ما شاء الله عليه من اول ناس حبته ومنه صغير يشوفونه وكبر معاهم فعادي لو يقول مثلا بالانستجرام انا عندي قناة باليوتيوب تعالوا لي رح يروح اقل شي عشرة الاف بيروحوا له من المليون اللي عنده ان شاء الله ايه ياني بعد فترة يقول لي فارز قلت له تقول وصلي درع المئة ال قلت له يالله عالبارة كيف عالبارة ميريون شانين يون شكوا فارز فيه فلوس ماني عاره مية عالم مشتركين ماني عاره بسع قلت له سو واحد اثنين ثلاث شديدة وهم يطولون شوي ياخذ الموضوع يمكن اربعة اشهر خمسة اشهر يسألني انا تنقعت انا انا وايد تنقعت وايد وايد او سنتين نحاول بس سنتين كانت فترة السفرات ولا السفرات يعني شكتر استمر هذا الموضوع فلوغات السفر 2018 2015 بلجت تقريبا او اخر 17 اي اخر 17 وقفت بكورونا ايه كورونا كانت اخر سفرة مصر او اسبانيا واحدة منهم كنت رايح اغط مبارات مدريد والسيتي انطقوا فيها مدريد او كنت رايح مصر بصور بلوغ مصر واحدة منهم يد كورونا يد كورونا قاعدت بالبيت واحد متعود ما هي قاعدت كل شهرين ثلاث مسافر وقاعدة بالبيت وقاعدت اصير مينون فقمت شا سوي على قولاتهم احلب المحتوى اللي عندي او ما كنت ابي اوريها حق احد مصورها قمت احطها بس وين بالانستغرام اشتغلت على انستغرام الانستغرام كان عندي شوي ميت كان اشتغل على انستغرام اشتغلت 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 خلص خلصوا فلاشات كلهم محطوطين بالانستغرام مضبطين مع موسيقى ما دنيا وهذا ومنتاج حلو يلا خلصنا حين شا تسوي ماك سفر تقول لحظة في اماكن انا مرايح لها بس اقدر اطلع عنها معلومات وحطها حق الناس سويت شذي قمت اطلع اماكن وحط عنها معلومات حق الناس قام الناس يقوموا احنا خلص سافر اول قايفتحوا المطارات بعد صح كلامهم من زي شا تسوي انت موضوعك عن السفر فالطيران لا شغل للسفر قمت احط معلومات عن الطيران حلو معلومات الطيران قلبت على حوادث الطيران وتشوف التفاعل الناس قاعد يزيد قاعد تصيد الموضوع قاعد قرب بالانستغرام اليوتيوب لحنا انا بيحافظ عليك يا سفر ما بيحط في اي شيء كملت شيء على الانستغرام حوادث الطيران اماكن غريبة اماكن رعب تخرى بدول معينة وانت تحس ان التفاعل قاعد يزيد قاعد تروح عند موضوع معين وتشوف فيه تفاعل اكثر من الناس التفاعل قاعد يزيد والناس قاعد يعني قاعد يزيدون قام يتحرك للانستغرام عندي وافتحوا ال اي جي تي في كان اوكي فسح الموضوع قمت تقدر تنزل فيديوهات ثمان دقائق وسبع دقائق فاشتغلت قصص طيران حوادث طيران اماكن مرعبة وما ادري شنو ما ادري شنو يدخلني بالجرائم فجأة قصة بقول لكم قصة ويلا هني زاد صار اكثر صار عندي تقريبا محتوى في 25 30 قصة 40 قصة تقريبا ما اتذكر بس فيه محتوى وموجود عندي بالهاردسك انزين يا فارس انت شفت هنا بالانستغرام التفاعل زاد والدنيا تحركت روح على اليوتيوب جس النبط عندك متابعين كان عندي اربعين خمسين الف شوف كان ابدي انزل القصص اللي كانوا بمجدين بالانستغرام على اليوتيوب يوم وترك كل تخيل عندك قناة كل يوم وترك نزلك معتوى واعطيهم مفوح واحدة وراء ثانية واحدة وراء ثانية واحدة وراء ثانية الناس حبوا الموضوع الاربعين خلال شهرين ثلاث صار ومية الف ان شاء الله ما مداها تخلص سنة انا طاق بالمليون فالموضوع كان صدمة صدمة بالنسبة لي انا صدمت احنا اتذكر تعليق واحد لما كنت كان ازل فيديوهات كاتبني انت عمرك ما راح تطفل الاربعينة ألف بل كدير قلت له ان شاء الله مشكلة حساف حسافة والله بس صدق شفت التعليق هذا هو اللي خلانا يشتغل اكثر ما ادري ابي اثبت له ولا بيثبت حق نفسي ما انا عارض بس وايد اثر في لغاية اليوم متذكره انت شخص دربت فرضا هذا الرياليتيشول برنامج الحياة الواقعية وجرب تمثيل حتى لما سويت شي وضبط معاك اللي هو كان فرضا موضوع السفر والفلوغ ايت كارونا ووقفت الموضوع صح ثمانية من عشر اواد ما نعرفهم لما تحوشم هالمواقف يقول يا أخي مو مكتوبة صح انت تغلبت عليها بس انا ما بي ما اثر فيك ولا كان في فترات تحس انا بها الفترة هذي لما اتراجع نفسك تقول لا والله انا كان ممكن ان اهد هني في شي يعني خصوصا اول ايامك بعد الستة وعشرين انا بعدين اكتشفت هالشي انا احب اشتغل تحت بغض اي شي يحوشني يكسرني بالفترة هنقول اخر سنة سنتين ما قام ياخذ مني اكثر من يوم اقبها على طول اقوم مقارنة فرضا مقارنة قبل شون تقدر تقول اش كان يسير فرضا قبل مثلا قبل انا اقول لك مثال سنة 2013 اول دور راحيني بطولة 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 اشتغلت برافات مع المخرج وكانت الامور كلها طعيبة تخيل كان المسال سابه يتصور بدبي ليلة السفرة شيندق علي المخرج شينقول لي ما رحتي يعني تدريش كثرة كانت مشتغل عليه ودور مركب ومادري شنو فيه وايد شغل كان ومستانس خلاص اخيرا بيك دور تم تثبت نفسك شيندق علي المخرج قلت له ليش تقول المنتج مراضي المنتج اوه اللي قايل لي فارس تكفى تعال عشان نشوفك نتذكرك علشان نبيك تشتغل و اوه اللي قال لي تعال علشان نتفق على المسلسل شون حينو هما يبيني ما ادري كيفك قلت له اوكي انا خلاص اوكي عشان اروح على طول عند المكتب المنتج دخلت المكتب بصدفة هما الاثنين موجودين قلت له ابو فلان ش السالفة المنتج وايد كبير ومعروف قلت له ابو فلان ش السالفة عشان يقول لي هذا انت موجود والمخرج موجود دشو هالغرفة اللي تتفقون علي انا بسوي يوم دخلنا الغرفة شي يقول لي المخرج قلت له والله هو منحرج منك وهو ما ينحرج مني انا عارفه يعني كذا مسلسل يقول لي انت ما تنفح حق الدور يا ابن الحلال قل لي انا ما بك طالما انت المخرج محابك حتى لو بتقعد غصبا علي بيطلعك بصورة محلوة راح يسلقك بالعربي يعني شو انه ما عندك مخرج اليامان اي انا مخرج اليامان كان اقول لي ايبا طلعت ساميكم يعطيك العافية تركت التنفيل تركت شي كنت وايد احبه مصبت هالموقف اليوم انا لا اليوم انا لو يصير معاي شي ما راح ياخد مني اكثر من اليوم ياما اديش مثلا اذكر مرة دشيت كنت اوني مسوي استوديو اليديد ولا بايبل كرام الحمام اللي بالاستوديو ضارب ومغرق الاستوديو كلها اوف اوني حاطة اوني حاطة غراضي مغرق الاستوديو كلها نفس اليوم انا بروحي والله شفست وشلت وفضيت الماء ونظفت ودقيت على العمال ثاني يوم غيروا لي الارضية وبديت منيديد سويت استوديو مرة ثانية منيديد ما طول اليوم ثاني يوم خالص استوديو هذا اللي بيسويلي المنتاج عفاس للدنيا ووهقني وما شنو خلاص تعلمت انا من قبل امجهز لي قصتين ثلاث على اساس ان لو يوهقني انا بنعز القصة راح تكون جاهزة حق الناس حرام الناس ناطرين تهيقى هذا كله يرجع حق موقف المخرج احكيد مبروحة وايد مواقف يعني حاشتني وانا ادري اذا طحت ما راح اقول شنوان اذا طحت صعب اقوم اهني ادخل على الموضوع الثاني موضوع الاكتياب عن ايوم طحت طولت قومتي تقريبا سنتين هذا متى هذا اللي يسلمك يمكن والله تصدق مذاكر لأول مرة فيه احس نفسي مذاكر بس عقب الموقف اللي صار معه 2018 2018 السنة اللي بديت فيها باليوتيوب اهني انا راح اقول لك اليوتيوب لفضل كبير على اني اطلع من اللي انا فيه ولحظة احين انا من 13 اي 18 فيه فراق او لا يعني من هالديت التمثيل هذه فترة انا ما احب اتذكرها اصلا كلش من 13 اي 18 يمكن اسوأ فترة مرت علي بحياتي ايه اللي تعلمت فيها كل شيء ايه اللي خلتني ايه اللي كونت شخصيتي اصلا خلتني اعرف الصح من الغلط خلتني اعرف الصح من الغلط خلتني اه ادري ان اهلي عمرهم يعني عمري ما راح الاقي ناس احسن منهم ادري ان بالنهاية مالك الهالناس هذي الهالك هم اللي راح يشيلونك لو مهم ما يصير فيك خلتني اعرف ان ما احد يدوم حق احد خلتني اعرف ان الناس اللي معاك قاعدين الحين بعد ثلاث اربع دقائق ما تلقاهم حوالينك خلتني اعرف وايد اشياء وايد اشياء تعور يعني فقدت فيها ناس بالفترة هذه صارتني مشاكل مع هالي علاقتي مع هالي اصلا كانت مو زينا بتقول لي من منه وقلت مني انا انا كنت بعيد عنه تخيل انت واحد مثلا هلا بيروحوا مكان ما يسألون اذا اتي معانا ولا لا ليش موعب فيهم انا ما كنت انسان ممكن انهم يقولوا اتعال معانا راح اخرب طلعتهم اعصاب مخي كان مقف بني ادم ثاني تدريجي 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 كان كان شوي شوي كل ما له ويصير اسفة 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 لغاية ما وصلت لي شعره شعره ما بين على قولاتهم الحياة والموت شعره ديكاترا نفسية اكتئاب وكنت اوقف بالشعره ادق على واحد من الربع تعال خذني ماني قادر اسوق السيارة يعني كان الوضع صعب وايد اليوم لما تحلل هل يرجع حق موضوع ان انت كان عندك حلم بالتمثيل وفقدتها الموضوع اكبر من شدي اكبر وايد من شدي بني عدم لما يكون فيه داخله شيء زين حتى لو هو قاية يسوي شيء غلط ما يرضى بالغلط وهو قاية يسوي شيء غلط بس يدري بداخله انه غلط بس هو قاية يسوي شيطان دنيا ودتها ذاك الصوت ما فيه بني عدم ما يغلط انا كنت اسوي اشياء غلط كنت ادري انها غلط اذا نسوي الصح ما كنت قادر ما ادري وادري ان هالشيء غلط انا من بيت ربينا على الصلاة والدين يعني اهلي مو متشددين بس يعني وايد عندنا قيم دينية بالبيت يعني لها مكان انا كنت اسوي وايد اشياء غلط بس من داخله احس انها غلط قمت لمن اطلع يعني لما اطلع او اروح مكان دايما افكر ان انت بيصير فيك شيء انت شو نسوي بدنيتك وين بتروح شون بتجاب الرب العالم ازاي نسوي الصح مو قادر فجأت وافى واحد من رابع كنت دازل المسج اوه دازل المسج الله يرحمه علي دازل المسج فرس وينك ما دري شنو من زمان مو شايفك بشوفك كنت لا خلاص اقباتي انو طلع ثاني يوم قاعد بديو هني اقاطالوا على الاستجرام ولا صورة سود و ابيض توفى هذه كانت القاضية روحتي المقبر و لما شفت من الزلو القبر هذه كانت القاضية سبحان الله اهني بديت عيد حساباتي من هالموقع اهني انا قمت خلاص صار فارس جبال فارس يا انت فارس الزين يا انت هذا انت اي واحد فيهم قسم بالله اذكر هذا يمكن ان الحاتش مقاعد حق احد كنت واقف جبال منظرة قاع طالع ويهي قاع اقول هذا مو انا هذا مو ويهي مو عارف نفسي قسم بالله يعني ما قاع بالغ بالموضوع قاع طالع من منظرة قاعبت قاعبت و قاعبت و قاعبت منو هذا هذا مو انت هني بعد فترة قامت صير معاي شغلات هذا الحاتش انا قاع اقول لك يمكن الفين و ستاش ستاش سبعتاش قامت صير معاي شغلات انه بانكتاك فجأة انا خايف قلبي يرقع حسنت اني بموت زبون مستشفيات صرت ساعة 4 الفير داق السيارة سلف رايح مستشفى اخر شي قام يعرفوني فارس اطلع ما فيك شي تخطيط قلب و تحليل دم و ما ادري شنو الدنيا هذي كلها يسويها يوم و ترك دا مو كل يوم ازهقوا مني اه الناس اللي حوالك كان يعرفون شنو فيك ولا كانوا يعتقدون ان فيك مشكلة بس فيك مشكلتها منو اللي حواليني يعني فرض ان نبدي فرضا اقرب الناس بالفترة انا انقطعت على الكل انا بغرفتي بوق ما حا يدري الوثات ايام انام بالغرفة ما حا يدري عني يمكن ام يتسأل وعلى مضب على قولاتهم لان ما تبت تلاقي ردة فعل مو زينة مني اه لين يا يوم دخلت البيت حسيت جسمي مو شا يلمي قاعدت اطرافي كلها تشنجت تشنجت مقادرة تنفس خلاص طحت 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 بالصالة كانوا موجودين امي وخواتي بس ما كان في غيرهم بالبيت امي وختي حتى اختي الثانية ما كانت موجودة احنا في عندنا واحد بفريج دكتور من عيال عباد وجابري حلال هذا من ايام من ايام الغزو موجودة وهو دكتور بالفريج شي دقون علي يابلي تشيس اللي هو الكرتون قال لي تنفس فيه تصاير معك بني كتاك وقاعدت تنفس قال لي الموضوع شنون شرح لي احد ان ثاني اكسيد الكربون وقا يصير اكتر من اللوكسجين فقا يصير معك تشنج ما فيك شي ترى تنفست وهذا واتصلت بواحد من الرابع سالم الصفي الله يذكره بالخير تصلت فيه يعني كان هو اقرب انسان لي تصلت فيه وياني للبيت دقوا على الاسعاف طبعا يوخذ واني 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 مستشفى كان مايو وقاعد بالاسعاف هني فيه وحدة جارتنا قالت حق الوالدة ان فيه دكتور معي انا بانتصار معها نفس الشيء خلي روح حقها الدكتور روح تحق الدكتور قال لي لازم تاخذ ادوية وانا كنت وايد ضد العدوية فيه جانب ثاني انا اقول لك يعني كان فيه بالفترة هذي قبلها كانوا وايد ناس يقولوا لي فارس ارجع حق مثلا صلاتي كان متقطع كانت مر علي ممكن شهر ما اصلي اريد صال شوف ما ادري شنو يمكن انت بعيد عشان شديد اقول له مرض نفسي ما لا شغل انت كنت ادري انا مرض نفسي عزة الله ادري كنت اقرأ انا انا يعني حلقاتهم قارئ شرح وايد اقرأ وايد احب اتعلم اي شي يحوشني ادش اقرأ عنه ادري انه فيني بس ما ادري انه فيني اكتئاب كانوا الرابع يقول لي فارس يمكن احسن تصير اقرأ اقرأ تعليقات الناس عن الاكتئاب اذا وفي واحد كنت ادش على باليوتيوب عن الناس اللي فيهم اكتئاب مروا بتجارب وايد ناس يكتبوا لهم بالقرآن بالما ادري شنو بالهذا بس انا عفوا انت عرفت مشكلتك بس ما كنت ادري شنو حلها اي انا عرفتها كنت لاحموا رايحة حق دكتور اوك فواحد كنت اسمع القرآن والقرآن والصلاة وما ادري شنو صورة البقرة كنت اقول له مرض نفسي شاكم داخلين ادنين بالمرأة ما لا شغل شفت اقب روحتي الدكتور استمريت تقريبا شهر على الدواء شوي بديت شوي اصح طبعا طول اليوم نايم طول اليوم نايم اقعد اكل ورد بسبب لدواء ما لا شغل بدواء انت انت خلاص مخك الدواء انا ظلت ااخذها قبل تقريبا ستة شهر كنت امارس حياتي طبيعية انا انت اذا فيك كتاب ممكن تحوشك هذي انت طول اليوم نايم ما لك خلق شي ليني وكان خلاص غرفتي صارت الصالة احلي كلهم حواليني امي وابوي خواتي اختي اذكر كانت تاخدني توديني ليل ليل عيادة ااخد دواء وهذا وكل شيء استلم دواء وشوفني الدكتور ما شو عقب ما نطلع توديني كافية اشرب قهوة غير جاو وشدي ما كنت اطلعوا اياهم ترى كلش كلش ما كنت اطلعوا اياهم كنت دايما وانا تعبان ادور واحدة منهم واحنا من خواتي خلتي تقعد عندي حالي انا ما كنت اتسأل عنهم خلتي تقعد عندي كني حاس ان انا نقصر معاها وابوي اعوضها فبنتقعد يمي ارتاح اقولها قاعدة لا تبشين ابيتقعد اهمي يوم من الايام بها الفترة هذي كانت غرفتي الصالة نايم طول وقت هناك وانا من صدح جديد كان يأذن المغرب قاع اسمع كان اقول انت احنا قاعدة اخذ دوا اللي احنا نايم انت قالوا لك موضوع الصلاة وقرأت القرآن واشنو هذا مو مقتنع صح اوكي جرب ليش ما تجرب جرب انت جربت الادوية انت ما كنت مقتنع بالادوية وجربتهم ساعدوك ساعدوك شوي جرب احنا طقيت كل بي ما حيزان عن هالباب الطقة ليش قاعد كابر ولا شنو بالضبط بس عفوا لما ترد حق هالباب هذا اليوم تعتقد ليش هذا كان آخر باب يعني خوف من يعني خوف ان مستحك متوايد مستحك تعقب اللي سويته كل هذا ياه لحين تبي شيء وقت ما طيحت كنت دائما اقول وقت ما اصحى بس 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 خلاص بصير زين برجع وصال بستعمل علاقتك مع رب العالم يحي يومها ما كنت قادر اقوم يومها كنت تعبان راسي ثقيل يلا قايا الذن قم توضى وصال شوف شنو بيصير معك والله العظيم شفت هال الحوار هذا الحوار شنحد قاي يكلمني كان كنت فعلا قاي اسمع الصوت صداق المخي شان اقوم مخسلة جدامي توضيت صليت مغرب ثاني ركعة ما قدرت اقوم من السجود بتي يعني نفطت اللي بقلبي كلها كلها ضح الله يا كمية احن جسم سيار جسمي قايك ايش لما اذكر الله يا كمية الراحة اللي حسيتها ما كملت صلاتي قمت داني ركعة قمت بتيت 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 يمكن ضليت يمكن ربع ساعة تلساعة مقادر أربع راسي قاع استخفر وقاع هذا يوم خلاص هدهديت شوي كملت صلاتي حطيت راسي على المخدنة في نومة ليلي اليوم اقول اتمنى انام هالنومة هذي من كثر ما ايها مريحة شنات 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 في احد قالي تعريبة قط همك كلها عندي واطلع من عندي مرتاح انا امري ما رد احد شوف شوف من هاليوم والله العظيم والله العظيم كلمة ويهك مريح اول مرة اسمعها كلمة انت عندك قبول من عقب هاليوم ياتني كلمة الناس تحبك من هاليوم ياتني من عقبها قبل العمري ما سمعت هالكلمة يعني اللي صار شي غير حياتي من حال لحال نفتحت كل البيبان والدليل شوف يعني لما اشوف محبة الناس اوكي استغرب بس ادري سبت شنو ادري انا شنو صلحت انا بس قاعد افكري اخي وانت قاعد تقول القصة ان شكثر انت محظوظة وشكثر ان الله يحبك بانه سخر لك اهل ما هدوك اي عمرهم ما راح يدوني وسخر لك الدكتور لي بفريجك وسخر لك اليارة اللي قالت ودو عند هذا وسخر لك وسخر لك وسخر سالم صاحبي اللي هد الدنيا وياني وهداني المستشفى يعني يوم ما طحت لقيت ناس حواليني بس ادري منو هالناس وادري من الناس اللي كانوا حواليني قبل وما شفتهم ما شفت رقعتوا ايهم بعدين حزت ما انا طايح اسلومهم لا تصدق لا لانهما مو من الناس اللي الحين ابيهم يكونوا موجودين لانه مو هذيلة اللي انا اكون معهم مو هذيلة اللي لا لا مو صح اهموا مو صح اهموا مو صح مية بالمية مو صح ما اتشرف ان يكونوا بحياتي بحياتي وايد انظف انا يوم كلمتوني على على الودكاست هل كانوا ملازميني انا اكون موجود معهم بالشال ليه ما نروح اذا انت مو موجود من فارس من فارس اللي ما احد يبي طلبوا ايها قل الله اذا مو موجود راحة ليه احنا ما نروح مكان له اذا انت موجود ليه اذا ما شا يقول لك اذا مر يوم انا مو متصل او مو مار او شي انت وينك ليش مو موجود اليوم اللي انا طلعت من فيه من البيت علشان اسكن بشقتي عقب ما اتزوجت ابوي يلمني ويبجي قل انا عندي كلهم يطلعهم الا انت انت الوحيد اللي قاعد بالبيت ما طلعت كلش يعني شوف شل الشيء اللي تسويها اللي عشان احانفظ على فارس اللي اليوم وما يرجع فارس الاولي انه يتم مثل ما هو اذا في بيدي عدل اكتر خلي عدل انا بالنسبة لي نحن ما وصلت لي واحد بالمية من اللي بعد له يعني انا حس ان اهالي وايد تأذى وبسببتي وايد 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 يعني فيه اشياء اتذكرها انا احيانا ما فيهم شي يعني قاعدوا ياهم واضحك وهذا فجأة تلاقيني ما قدر حط عيني بعيني هذا تنحش ليش فارس يعني اليوم احنا مجتمع لو بيبان امي اليوم بحطهم مكانك تسعة تسعين واحد ما رح يصالف عن هذا الموضوع ليش فارس اليوم ما عنده مشكلة صريح وقعت معانا انا كنت ادري انه في شي حتى لما كنت تابعك شفت فيه فراغ وقلت حتى لو في شي ما اعتقد فارس بصراحة بيصالف عنه يعني مو الموضوع اللي انا متعود انه بيئتنا بمجتمعنا خصوصا شخص ناجح بشي ثاني يعني انتري انا مو طالع انه انا شخص تعالج لا تناجح بشي ثاني ومستعد تكشف عنه الشي هذي من زمان واصل لها القناعة قل ليش ما عندك مشكلة تقول هالشي ما عندي مشكلة لانه في وايض ناس مثلي يمكن وانا متأكد متأكد امية بالامية انه في وايض ناس مثلي في وايض ناس مستحين يستحي يقول لك انا عافس الدنيا وين لي وي بس لا اقول له الباب لايح مفتوح حتى لو كبرت حتى لو سويت شرم بلا ترى انا مواضيعي مع اهلي كلها مجرد اعصاب يعني عدم توافق افكار وما وصلت لي مثلا مخدرات ولا لا 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 ما وصلت يعني مجرد كانت اختلافات بوجات النظر واعصاب وهواش تكبر يعني شانو انت يا ترفع صوتك على ابوك لا تخسي مع ترفع صوتك بالنعال تنطق يعني لما اذكر انه يوم من الايام رفعت صوتي لا خسي يكسر خاطرك فارس هذا ولا ينرفزك ولا ينرفزني لو بيدي اذبحها وذبحتها انا دايما اقولها وساعات يعني حط بعض الفيديوهات فيها تلميحات قديمة انه انا البنيادة ماذا ذبحتها ما بيرجع انا متأكد انه في وايض ناس مثلي يقعي غلط ويكابر ويقول طاف الوقت يقول خلص بعد يعني شربت مروقها راحت عياي الحين انا بتوب وباستعدل وهذا بهالعمر لا يمدي والباب مفتوح وعمره ما راح يردك رب العالم يا رحمة راح فيه علشان تيدي راح تلاقي فيني اشياء مهي لايق علي مثل الوشن مو لايق علي شخصيتي كلش وانا مو حابة حاولت اشيله اربع خمس مرات كل ما اطلع يا دايدي دا اروح يصير مثل الجرح ويصير مثل الحرق يطلع ماي وماء صديد ومادري شنو هذا يرد نفس ما هو لو بيدي اشيله بس ماني قادر بشوف انت بداية الحرقة قلت انت تحب الناس اللي يصدرهم وسيع ان شاء الله انا صادرك وسيع بس يعني انت اليوم ياي موجود على ايدك بغض النظر انت مساء مساء قلت شغلة انا بالنسبة لي بس انا ببين موقفي اليوم في ناس قد يعتقدون هذا شي خاطئ يمكن ان تمثلت نفس الفكرة اللي عندي اليوم لو انا مسي قاعد جدامي وحاط وشم ما رح اقوله لا انت حاط وشم انت شخص مو زي احنا عندنا هذه الفكرة لان شخص فرضا من المجتمعنا ولا مسلم وافهم وجهة نظر الناس افهم ليش يفكرون بس انت اليوم شخص ما زال هذا الشي موجود على يؤذيك بره يؤذيك بشغلك يؤذيك مادري اني كلم بصراحة ممكن بس بصراحة ماذيني بالسوشال ميديا مو بحياتي اليومية بالسوشال ميديا الاقي تعليقات وايد بحياتي اليومية عمرا ما حتقالي شي انا اللي فهم مفاهمة اذا مأذيك ليش ما غطيتها بالسوشال ميديا ولا انت عندك ان هذا شي جز مني ان هذا شي جز مني انا خلاص تابوني مثل ما انا اقولك شي ممكن تكفير ذنب السب اللي احصله والغلط اللي احصله يمكن تكفير ذنب يا اخي ما يصير انت تسوي شي غلط والله ما يحاسبك علي يمكنه قايح حاسبني بهذه الطريقة كل رحة بتصدر ولا احترق ناري غنم يا اخي والله خلي قول اللي يقولونا اه اكلمك بأمانة انا لي قناعاتي انا وايد مثلا الناس قاعدين يقولوني انت من المذهب الشيعي وعادي عندكم اوكي صح في بعض المراجع تحلل بس في بعض المراجع تحرم شيخ اعتمال خميس في فيديو له يقول اللي ما قدر يشيله وتاب يقدر خلاص يتوب ويعيش حياته معاه خلاص الامور طيبة نفس الشيء سألت شيخ من عندنا قال لي نفس الشغلة طالما انت مو قادر خله لا تؤذي نفسك اكثر على فكرة انا ما عندي اي تفرقة بالموضوع انا يعني مقصد من مجتمع كويتي الناس عندهم انا بالنسبة لي ما عندي مشكلة الناس ممكن عندهم مشكلة ما عدري لا اقصد يعني بالعالم السوشيال ميديا واليوتيوب موايد موايد بس بالفترة الاخيرة انا سويت فيديو ابي اوصل وجهة نظر اهم اخدهم مقطع اني انا تكلمت قلت اني انا شيعة فانشاره ويقول ومفتخر بالوشم لا لا مو تحي الموضوع شوفوا الفيديو كامل لا تشوفوا هالمقطع الصغير شوفوا انا شنو بوصل لكم ان ماك فرق بيننا ان احنا اخوان ان احنا عايشين بديرة وحدة ان احنا عايشين على ارض وحدة مو قصدي بس الكويت ارض وحدة يعني ماك فرق بقي اخي انا 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 شيء زوجتي سنية ما عندي مشكلة زواجي الأولاني عم سنية بنتي عايشة عندها سنية ما عندي أي مشكلة مع أحد احنا هذا اللي محتاجين محتاجين نحن نتعايش مع بعض ما لكم شغل بعض الكلام اللي يطلع والله العظيم لو شوي كل هذين اللي قاعد يتكلمون هالكلام لما يكبرون راح يستوعبون الموضوع كله سياسة بسياسة الموضوع من أول إلى آخر سياسي انت شو تتعامل معا يعني رد أخذوا عطا أو مجرد تجاهل ما تجاهل ما عندي رد يعني يعني أنا يعني اللي قاعد علي الكلام أنا عندي بالبيت زوجتي منو أقرب لك من زوجتك زوجتي سنية ما عندنا مشاكل مع بعض وهما نفسهم بيتهم أبوها شيعون ما سنية يعني شوف فيه أكثر من بيت ليش ما نصير إحنا كلنا ليش ما يصير العالم كله يا أخي أنت و انت و ساعات يعني في معنا مسيحيين قاعد يشتغلون عندنا ببيوتنا قاعدنا عاملهم أحسن معاملة زين ليش ما تعامل اللي يقول أشهد لا إله إلهي و الله محمد رسول الله نفس المعاملة من الطرفين ترى التعصب من الصوبة أنا أكلم الطرفين ما أكلم طرفه أحد أنا أكره التعصب من ناحيتي وأكره التعصب من الطرف الثاني أنا عمره ما أتعصب تحك شي يا أخي معتقدات البني آدم وعقيدة له مو لي أي شيء يسوي كيف ما ليش يغل فيه طالما أنه ما قاعد يأذيني ما ليش يغل فيه يعني مثل ما قلت لك يعني الموضوع نحن قاعدين نتعامل معاه من أول من وعينا على الدنيا خلاص تعوت على الموضوع أنا مرة ثانية برجع حق نقطة لما قلت عن الاكتئاب شنو تحس اللي المجتمع مو فاهمة بموضوع أو أساسا إحنا فاهمين موضوع الاكتئاب ولا مفاهمين ولا شنو الشي اللي أنت شخص مر بها تجربة وأنا وياقا نقول اليوم أنه أكيد في ناس عديدة قاعد يمر من نفس التجربة هذه الاكتئاب أنا قبل ما كنت أعرف أفرق بس بعدين عرفته لما نعشته عرفته عرفت شنو هو عرفت أن بوادرة كانت معي من 2012-2013 شوف من متى ما فهمت إلا بـ 2012-2017 لحظة أنت أبلش متى دريت أن لحظة أنا فيني شي شي نفسي في شغلة نفسية في يوم من اليوم صار معي موقف تحت تشياء من عقب طيحتي هذي قمت أخاف وأنا قاعد أمرن وأنا قاعد أي دوخة تيني عبالي بطيح هذه كانت بداية البنكتك وترى أغلب اللي حوشهم اكتياب كن معهم بنكتك أو بلش ببنكتك اللي هي يسمونها بالعربي نوبات بذار قلبي يدق وتعرق وتحس نفسي خلاص بي الحياة والموت في سبب موقف معين فاجأ بدون شي بدون شي أنا حقا أسولف معك فاجأ تشوفني قاعد عرق وقلبي يدق وهذا ودوني المستشفى موت خلاص تتهني بعدها تكره حياتك راح تبتعد عن أي موقف اجتماعي ما تبي تكون بين الناس ما تبي صير فيك شي بين الناس أنا مرة من المرات بمطار اسطنبول دشت وانت بكران الحمام قطيت تي شيرت وقع صبعة نفسي ماي بروحي بالمطار من بشي مني وايد وايد مؤذية فأنت تتجنب أو تتحاشى أنك تطلع ما تبي تسوك سيارة ما تبي صدق ما فكرت فيها بهالطريقة هذه أنت تخاف تخاف أنك تكون بروحك بالضبط مؤذية وايد مؤذية أيها اللي تسبب يعني وايد ناس يحوشهم بين كتاك بالبداية يتجاهلون يحوشهم اكتياب اكتياب شنو يحوشهم تسبب قاعدتك وايد ناس يخلطون بين الحزن والاكتياب فرق وايد فرق المكتاب مو لازم يكون حزين بدون سبب أنا مكتاب أنا قاعد قاعد أطالع على التلفزيون قاعد أحكي على المسرحية بس أنا ما بيأطلع ما بيأسوي شي ما بيأي نشاط اجتماعي ما بيأشوف أهلي ما بيأم بس قاعد أكي على المسرحية قاعد أطالع أبوح مو لازم قاعد تشترى مو لازم يبتش وحزين وشذي لا لا ما لاشر فارس اليوم لو موجود معه ياخد شو ممكن التعامل مع فارس القديم بألفين وثلات عشر 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 يعني إذا أنا شخص قاعد أشوف شخص آخر قاعد يمر بصعوبات نفسية أنت برايك شون تتعامل مع هذا يعني تلاحظ أشياء معينة أنا بالنسبة لي أول نصيح أقول أروح دكتور أول نصيح راح أقول أروح دكتور مجتمع ما زال أو متقبل موضوع دكتور لي متح نحن نفكر المجتمع لي متح يعني أنا تعبان مريض مو المجتمع اللي مريض أنا تعبان أنا قاعد أعاني ليش ما أروح أنت تدري أنا لما كنت أروح حق الدكتور قسم بالله ماكو مكان ماكو محطرين زحمة زحمة يعني أنا أروح قبل المواعد كانوا يقولون لي تعال مبتشر عشان دخلك بين المواعد أروح الساعة ثمان أدخل بالعشر أو دعش عشان بس واحد يكون متأخر شوي يدخلوني مكانه تخيل أنطر ثلاث أربع ساعات عشان بس أدخل داخل خمسة دقاي أكلم بالدكتور سؤال أنا شغل غايد ناس من اللي يذكرون هالموضوع أنا عندي غناعة بأن أنت ملازم أصلا تكون شخص مكتئب ممكن تواجه مشاكل نفسية بسيطة ما يمنع أن تروح تفض بس بس واحدة من الشغلات اللي واحدة أسمعها للناس يمكن أن تقدر تقول لنا إذا صح أو خطأ بس في ناس ما عندهم ثقة بمهنية أنا ما أدري بس أنا قاعد أتكلم يعني بدون أي سابق خبرة ولا أتهم أحد بس الكلام اللي نسمع أن الناس ما تدري إذا ديكاترا فيه مهنية أن أنا خصوص نحن مجتمع صغير والكل يعرف الثاني من واقع تجربتك أنت أكيد أن هذا شي فرضا أنت ما تعم على الكل بس من واقع تجربتك أن هذه المهنية موجودة بأن أنا إذا رحت شكية حق أحد مشكلة أو شكية لدكتور مشكلة بأن تتم عندها هذه المشكلة أنا ما أنا شايف أن المجتمع بوقتنا الحين عندها مشكلة بهالموضوع لدرجة أني أنا تكلمت عن الموضوع أكثر من مرة وما حد تحاشاني لأني كنت بريض نفسي أو رحتك دكتور مثلا لأن أنا تكلمت عنه ويوم دخلت بيت ناس بخطب ما حد كان لشي أنا ما أنا شايف أنه فيه مشكلة يمكن قبل بس الحين وعيد ترى الناس تفتحوه وعيد الناس صار عندهم وعي وعيد ناس طلعوا بالسوشيال ميديا وتكلموا عن تجاربهم أتوقع عقوب كورونا وعيد بعد أثر وعيد أشياء تغيرت منها هالشي يعني الناس قاموا يتقبلون الموضوع وعيد أتوقع أتوقع يا أخي ترى أنت توقلت أن لو عندك أحد فضل إحنا مجتمعنا خصوصا بالكويت إحنا لو بتفضل بتفضل حق عشر عندك ربعك إحنا عندنا الموضوع هذا هم الأجانب هناك ترى ما عندهم أحد تلاقي عايش بروحها مع حبيبته ولا شي هدتها وراحت وضايق وما عنده أحد يكلمة يضطر الروح على الدكتور عشان يقول له هالكلمتين بس ويمشي إحنا هنا لا والله الحمد لله يعني إحنا بيئتنا وبيئتنا يعني شا قلك على قولتهم من الواحد يقول آي يلاقي مليون واحد يشيلونا بس أقول لك وجهت نظري أن ساعات أنت تريد تفضفض حك شخص مو مرتبط فيك عاطفيا لأن تقول أخي بك عادة فاضفض لأ بضايق خلقه ويا ولأنه عنده ارتباط معك عاطفي فترقي أعطيك شي يمكن ما يبي عورك ما يبي يضغط عليك فتحتاج هذا الشخص المحايد اللي ما يعرف منه فارس مجرد يسمع منه ويقول هني أنت يوم قلت هالحتي أنت محتاج تقعد مع شخص محايد ما يعرفك مو مرتبط فيه عاطفيا أنت بتفضض له هني أنت محتاج هني أروح له في ناس يقولك لا أنا شو أنا أروح أنا أنا أروح كدكتور نفسي ليش مينون مون مينون المينون ما يودون عكدكتور نفسي مينون يودون مستشفى عرض العقلي غير هذا وعيد ناس يخلطون بين الموضوعين ومو كل مريض نفسي مينون ولا كل مينون مينون نفسي هذي خوش حشوش رايك ناخذ عليها برايك أوكي تمام تريح شوي يا الله أوكي على الله هبي تذكر الفيديو اللي سوارك نقلة سؤال بس أو شيء قبل هذا أنت يوتيوب صرفنا عنيها قبل اللقاء شوي يوتيوب مو نفس أي منصة ثانية يعني انستغرام أقدر علم واحد بعشر دقائق شواني سوى فيديو وحطه يوتيوب جبل بالنسبة لي شون صعدت هالجبل وين بلشت فيه وقلت لك أنا بلشت بالانستغرام خذيت الخبرة وردت فعل الناس قبل بعدين رحت على اليوتيوب إيه بس يوتيوب مسهل يعني قمت تتصور وتنزل مثل ما هو منتاج معرفة شون على التفسير لا لا منتاج كله منتاج أنا بالانستغرام ما كنت أتابع مثلا يوتيوبرس ما كنت أتابع مشاهير سوشال ميديا لا لو تلاحظ تدخل عندي بالانستغرام تشوف التعليقات وتشوف الناس اللي قارد عليهم ربعي راح تلقى أغلبهم مصورين وناس مرات منتاج تعلمت منهم وايد يعني في واحد آيتونز كويت علي وحسين أنا أتذكر يعني كان عنده عدد 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 يعني بالانستغرام دشيت علي دايركت تكلمت قلت لأ أنا عندي شاري كاميرا يديدة ما عارف لها شان أقولها فعليك حياك عجيبين هالناس اي والله وليه اليوم كل ما أشوفها أصور معاقوا يا جماعة كل اللي قاعد تشوفونا بفضل هالبني آدم والله لا ولا يعرفك حزدتها ما يعرفني ولا شي تلاقينا بستاربكس بطل كاميرا سوالياها عدد لياها ضبطها وكل شيء هذا وقال لي أي شيء أي شيء تحتاج أكلمي وليه اليوم يدخل علي يقولي أنا أنا ويت فخر فيك ووايد مستهنس يعني هالناس هذي الأخي دائما نقول الحمد لله اللي الله حطهم طريقي أسخر لك يا الحمد لله والفيديو اللي عمل لك الجمب اللي لاحظت والله أكثر من فيديو بس أنا بديش لك موضوع ثاني يعني بس نفس موضوعك ومو فيديو أوكي فيديو طقاقة نورة انتشر بشكل قوي فيديو حريق الجهرة انتشر بشكل قوي فيديو حريق الجهرة لأن صاحب يعني أنا قلت الحادثة بس في قصة داخل الحادثة صاحبها أهل اللي يكلمني يعني أنا أمي وخواتي توفعوا به هذا ودزلي شهادات الوفاة وكل شيء وهذا قال لي ودي تذكر بصاتهم تكلم والليوم يوم رفيديو فالحين يعني كنت معاه من كان طالب الحين ما شاء الله دكتور رحم ما شاء الله يعطي النواي ولا ما يعطي فاللي شد الناس انه في قصة صج انقالت داخل هالسالفة هذه شلون كانوا قاعد يجهزون نفسهم راحة وفي ناس كانوا داخل ناس كانوا برا شسمة امها واختها داخل ماتتوا اياهم يعني كان فيها احداث وايد تعور القلب هذا اللي خلاها تنتشر اسرع لامست الناس يعني عورتهم بس انت ذكرت نوعا ما موضوع مصدر وايد ناس تعتب ان اليوم انا اش دراني الكلام اللي قاعدين ذكر فارس همين يعيبه مثلا مثلا خصوصا عفوا ان احنا توثيق عندنا مو فرض ان تتقارن بالعالم الغربي فان كل شي متوثق والقصص موجودة عشان انا استقصي مصادر معينة وايد صعب خصوصا الناس لهم علاقة بالمتوفين او اي ان كان يتحفظ على المعلومات فالناس تبدي تشك انه سواء فارس او غيره من وين قاعدين بهالمعلومات شون تأكد ان هذا مصداقية اولا مثلا قصة حريق الجهرة موجودة بشهادات الوفاة وكل شي موثقي و الشي اللي خلي القناة تشتهر اكتر هي صارت مثل ما تقول الله سخرني لحق هالبني آدم وهالبني آدم الله سخر لي كتاب العدامات في الكويت دخل علي واحد منشني على تعرف اللي بيعون كتب قديمة واشياء قديمة وهذي اللي بيعونهم قواط الببسي وما شنون جرائد قديمة في كتاب اسمه كتاب العدامات انا من اسمه بتقول الله يا المحتوى كنز كنز ذكر شرايته ب 15 دينار وسعره الاصلي 3 دينار شانا بسرعة كلمت الريال ثاني يوم وصلني الكتاب بطلت قرأت قلت اوف شنو هذا يعني موثق من المدعي العام الكويت والمحامي نجيب لوقيان والمحامي صباح شمر بلشت اول قصة بالكتاب سوري بس انا ما ادري تدري كلا حسبالي ان هم متصلين عليك ولا انت مكلمهم خذيت الكتاب بداية القصة بقول لكم قصة من كتاب الاعدامات في الكويت طاح بيدي هالكتاب وراح اقول لكم القصص منها الكتاب هذا مؤلفين فلان وفلان صورهم اللي محطوط على الكتاب حطيتهم صورت لهم كوي وحطيتهم ثاني قصة ثالث قصة وين اتصال من صاحب الكتاب صباح الشمر شكرا لك لانك عطيتنا حقنا حفظت حقنا ان احنا كتاب هالكتاب هذا قانت تكلم عقب عشرين واحد وعشرين فترة كورونا بس انا لاب يعرف الكتاب هذا شكثر صار للي ممكن اعد تحياء حين اقول لك قصتها شي تمام رحين اقول لك قصتها عجيب ان انت فاهم المونتاج قاعد تحطيني اياها وارثاني تيك توها بحطه هذي شي ونوري الناس اش قاعد نسوي هنا فاهم فاهمي فاهم ما قاعد تعبني مرتاح انا مرتاح يسير في لي اذا في شي غلطه هو رح يقول لي عاتين انا خلني اليوم تني الضيف انا يا يبانا قاعد نسوي اسلم يا حرجني كتاب الاعدامات ماذي بعد اكشفنا خراز اقول لك ابت انحط كلها اشرب قليلا من المناش هذي تسوي انت بدايت الحلقة متعمد ولا مرة طلعت معي شي عفويا اول مرة وثاني مرة يمكن اول مرة بس طلعت انا قاعد تشذب بعد انا قاعد اقول دعايا اشوف لا لا اول مرة طلعت معي عفويا بالتحليقات ضحك عليها واستانسوا علي الناس كان امشيها كل حلقة بدايتها الحين انا زهكت منها خلاص بغير بغير بعدين فرصة حق قل يابي اعلن عن اي شي مشروب ولا شي عند ايه ترى احنا بعدهم يعني دلعي خشف في طاب احني فاضي نحط عليها شقا هو ماء عصيركم شي خلاص عاد لي مت لا واي 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 تصريحين احنا ما لقعدها هذي سمين جلت الصلاح مو محبوبة كل شي ابدا ابدا انزين كلاب العدامات وصلني كان حطيت ذكرت المؤلفين الكتاب اتصل فيني صباح الشمري شكرا لك حفظ حقنا فيه ناس وايد خذوا قصة الكتاب انت لما تسمع القصة تشوف سياقها شلون ما شيء تسلسل ما لها تدرينها من الكتاب فيه وايد ناس متكلمين عن الكتاب ترى قبلي بس مو ذاكر من الكتاب اهم نفس يوتيوب نفس السياق نفس تسلسل احداث نفس الشيء بالضبط فهم قدروا هالموقف قدروا هالموقف ولك مني قول لي تبي وتعال حياك عندنا اللي هما الحين يعتبر المكتب المحامية الشيخة فوزية الصباح التحية لها اخي انسانة جدا جدا راقية استضافون عندهم بالمكتب وتسلط معاهم وبحكنا وشدي وناسة يعني كانت قاعدة وايد ودية يعني حسيت شني واحد منهم شني يعرفهم من زمان وقال لي الكتاب لك روح سوفي لي تبي من خليت مننا على قاطم الجرين لايت خليت مننا عشر نسخ شكذا كنت مستانس ويد كنت مستانس يومها خليت مننا عشر نسخ وزعتهم مع المتابعين اتذكر كهداية شدي بعدين كلمني قال لي تعال عندي البيت قلت له ياي شان يقول لي شوف هالكتاب صاير لعشرين سنة والكتاب سنة الفين شكرا قال لي صاير لعشرين سنة عندي بالمخزن عيالي ما سألوني عنه امس بنتي قاعد قول لي يابي الكتاب لانا سامع القصص منك انت يقول سبحان الله انت شون احييت هالكتاب هذا مرة ثانية خذيت مننا الكمية فتحنا البيع مرة ثانية على الكتاب بيعنا مننا تقريبا 4000 5000 نسخة هذا احنا بيعناهم بعدها هو وقع مع دار نشر واصدره والكتاب من يديد الحين شاء الله قاعدين بعض ويوني الناس يواقعون عندي قاعد قول لي يا ابن الحلال تعال ييب عندنا تعال عشان انت تقعد انت تكون موجود لا انا ما لي بس احنا قاعد اقنعه عندك كتاب ثاني مياننا احنا وبتلش فيني اصلا عندك كتاب اسمه اشهر الجرائم السياسية بالكويت انا قاعد مني يمكن ثلاث قصص واحدة قلتها شديد دق علي زفني انت شون تقول قصة ملحم وقاعد لك لانه يابي قاعد ينقح يعادلة وبيرد مرة ثانية بنزلة الحين قريب ومرة وانا قاعد اقرأ الكتاب لقيت في قصة واحد حلوة كانت تصل فيه قلت له فيها القصة مستعي لا مستعي الكتاب لي اكثر من عشرين قصة يعني ما راح اخرجها قصة واحدة بس قصة واحدة شا يقول لي روح ما اقدر اقول لك لا كان اصورها تصل فيني حلوة وطريقتك حلوة قلت له خلاص اي واحدة هذي نسيت والله اي واحدة بس الثالثة تصل فيه مرة ثانية مرة ثالثة زوتها قلت له تكفى طلبتك ادري ما تردني تقول لي اش دايبي قلت له في قصة اللي كان يشتغل بالسفارة العراقية بالكويت وانقتل او شي وطلعوه بره الكويت بطريقة ما ادري شون صايرة قصة كانت غريبة ايه هذه الثانية الثالثة اللي تصلت فيها كانت وايدة حلوة كانت قصة معاق اه حاشتها طلقاته ظهره بالحرب الاهلية باللبنان كان يبيه الناس يساعدونه اه قام يراسل دول قام يكلم عنده لبنان يكلم ديرته انه يساعدونه عشان يتعالج ما احد ما احد ما طيوين واسكين فتكفلوا بعلاجة ليبيا يوم راح ليبيا اه ودوه ما اذكر وين ممكن لندن او ما اذكر باريس لندن شيء شدي لما راح هناك اه تكفلوا بعلاجة تقريبا سنة وبعدين وقفوا العلاج طلعوا رصاصة واحدة من الاربعة وشيء كانوا موجودين يعني يوم انقطعت فيه على قولاتهم السبل ريال خلاص يعني فقد الامل راح حجز تذكرة من لبنان ليه بغداد من بغداد ليه الكويت اعتقد وهو بالطيارة خطف الطيارة كان مع اسلاح خطف الطيارة علشان ينزل بالكويت يتعالج وشوف النية ما كان يبيعذي احد وفعلا الشيخ ساعد رحمة الله عليه خذاه ودى المستشفى وتكفله بعلاجة ويابا والدته فالقصة كانت وايد حلوة وايد مؤثرة يعني تخيله واحد يخطف طيارة علشان يقول معاناته مو علشان يبيعذي احد فترجيت وخلاني فالحين في بعض قصة وديها أدري بيزفني بس ما رح خلي خاطة ما الصخت لا انا انا قلع فكر بشغلة يعني اذا زين ابي منها واحد بالمية بس شنو يخي ليش ما تقرأ كتبهم تسوي كتاب صوتي انت بصوتك كتاب صوتي يعني انت اليوم كتاب صوتي بدال طبعة او راقمة يعني قلع تخيل هذا الكتاب يدع عليه هذا الاقبال انا اسمعه صوت فارس عاشور في ناس يحبون يقرون حلو عليهم بالعافية بس هم في ناس مشبطة كمية يعني انت المستقبل رايح ناك صوتي رايح صاب البودكاست فكر فيها مو بودكاست بس اخذ كتاب عرفت المكتبة مالف صوتي كتب صوتي انت تقرأ الكتاب صوتك بطريقتك والله حلو اي وابي واحد بالمية يعني واحد بالمية عشان الفكرة بس اعطيك 2 بالمية بس شنو انت عليك الشغل كله هي اسجل عندك تم 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 بس تم ناخد موافقة وان شاء الله ان شاء الله هنشوف هناك كمية بي احنا كنا قاعدت اي ابي بس مرة ثانية ارد على يوتيوب سؤال انا كل شخص يعني كم ساعد فوزان الجماعة اللي قاعدة معا لهم شغل في يوتيوب اسألهم نفس السؤال وابيك تكون صريح معاي كثير ما تقدر مساعد جاوب صراحة مساعد اي مساعد فصر كان شيء وايد حلو ان شاء الله انك تكون كريمة مثلا مساعد ان شاء الله في بيزات يوتيوب اي عطنا خلف الكواليش شون طريقته شوف انا مرة اصلت بالمساعد مساعد صديق يعني وحبه وايد هالولد مشتهد تعب على نفسه ويستاهل كل خير مرة اتصلت فيه عشان بعرف شغله والله وضح لي يعني كمشاهدات وفلوس وشديد لانا لحي مفاهمة لحي موضوع غريب عند اليوتيوب يعني صاير نفس البورصة احيانا انت منزل فيديوهات ومشاهداتها قوية الفلوس تنزل في شيء يا اما الفيو يا اما عدد الساعات يا اما او انا اتوقع كل الشي مرتبط بشيء ليصعد الفيو مع عدد الساعات مع عدد المشاهدات هني هني يصعد الريت عندك او ينزل انا الحين منزل قصتين او ثلاث يمكن فوق النص ساعة ومشاهداتهم طايفين المليون عندي الريت قا ينزل يعني اخي عطنا ارقام يعني دايما يني السؤال اكثر من معاش الحكومة بمليون يعني انت اليوم تنزل حلقة مليون هذه ما لا شغل وهو ياخذ على توتل القناة امساعد يقول لا يقول على الفيديو انا اقول لا انا وديت نظري اللي انا شايف قا يحصل ياخذ على توتل شغل القناة حتى شكثر الناس قاعد تدخل وشكثر الناس من برا القناة قاعد تدخل اللي انا انا اللي قاعد اشوفها اذا يات المشاهدات وايد من الناس مو مشتركين عندك يرأي تيرتفع اكثر اي صح ف بتسألني على المبلغ اكثر من الحكومة يعني ممكن يكون معاش دكتور اكثر شوي واللي مو معانا بالكويت شم معاش الدكتور اكثر شون يعني يا شم انت قاعد تقول معاش دكتور بس في ناس ما تعرف معاش يعني الناس بلد ثاني ام معاش وزير اقول لي اعرفوا ما عاش وزير لا 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 مو صريح نفس الساعة ليش طوفلك يا بس مو صريح نفس الساعة قاعد قل لك معاش دكتور شون اكثر من شي صراحة ادخل اللي قاعد طالعك من مصر العم جوجل قل لك ما عاش دكتور بالكويت قل لك من يطالعك يعني انت اليوم هذي من الاشياء الحلوة بيوتيوب ان يقول لك انت ترى تركز على الاشياء ان انا بيعرف من وجمهوري كم عمره من اي بلد قاعديني بالبداية لا ماكن تركز بعدين لما انزاد العدد اني متوايد اركز على الموضوع لان شوف اكثر يعني العدد الاكبر اللي هما من 18 ليلة 25 هذي الاكبر شريحة احسن شريحة قلت مساء وبعد هايون اللي هما من الثلاثين الليل 45 هذي الاكبر شوي ربعي ربعنا اي اي انت بعد انا ربعكم حلا ما يبين ما يبين ما يبين ما يبين لا اله ما يبين انزين لا ما شاء الله روحك اظهر الله السلام حبيبي احرج أنا من حرجين انا كل شي وقعدين نانيا وبس انا مصدوم انا اتذكر لما بديت اطلع شوي برا انا بالعادة كلها قاعد كورونا و24 ساعة قاعد بالبيت حتى بعد كورونا يا مسافر يا قاعد اشتغل على محتوي فاتذكر مرة من المرات طلعت رحت منجمع 360 وصدمت من كمية اللي اعمارهم على 10 سنوات و12 سنة يوني ركض يلمني لا هذا متعلق صج أنا دي وابو تعالي تتري شكاي طالع تتري شكاي طالع احنا نطالع معاه احلى شي انت صريح معاه اي اقول له والله اقول لك انت تري وردك شكاي طالع يطالع جرائم احنا قاعد اطالع معاه اقول له زي مستدير والك على يقول له يقول له اوكي وهذا اصوري اتعالي انتهى الموضوع عفوا بس تعتب الناس انت قاعد تقدم محتوى احنا مو متعود احنا مو غلط بس مو متعودين غريب بالنسبة لنا ان شخص يطلع يذكر جرائم ليش 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 غريب انا ربيت على شدي مجلة الجريمة ما تتذكرها احلى مجلة عندي ولا عندي فلوس اشتريها شوف الكبر احلى مجلة كنا نقرأها كلها جرائم وشم كانت عمارنا اربعة اش ثلاث اربعة اش يدخل لكم مثلي مساكي ميريش يخط فلان لفلان شاكون زين يعني مسجد بدر عبد العزيز الله يفكرها بالخير لاعب جود وتروا اياك وراء نظيم هذه قصة الجريمة حيلا ودي اسمعها بصراح احب اتسولف عن الاشياء اللي اثرت فيني وانا صغير اتوديني مكان مجلة الجريمة مجلة الجريمة توديني البقالة اللي في بيتنا اللي قافر على المجلات كلهم مفتاح وانا ما عندي فلوس عساس نشتري مجلتها وابوي اذا يشاف نراد البيت في هالمجلة بيكفخني فاطالع الكفر مالها بس ولا عمري فتحت وكلها حصور ممثلين صدق ليهم وكودي احد يأطيني المجلة بفتح وشنو داخله بس كفر حلو ولا شنو تدري انا مرة نزلت فيها اللقاء صوت شفر يعني عظيم يعني يقولك شك وإليه شايف يحط لقاءات حق ممثلين شذي واذا والله كان شاطر كان كل شي يحط لكن كان شاطر الوالد مشتهد وكان محقق أو مخطر لا تذكر عني مخطر وبهالفترة هذي سوى المجلة يعني تدري هذا لو ما اخذها من زمان بس لو صايد تغيرات اللي قاعد تصير ومسوي مجلة الجريمة اكاونت انستغرام كان كان اليوم يكسر الدنيا صابق يعني الناس كلهم كان صابق الناس بوايد يعني أنا كل ما احد يقول لي انت ليش دخلت بعالم الجرائع اقول لنا أنا عندي خلفية عندي مجلة الجريمة كانت شي وايد واو عندي فهي اللي خلتني اروح حق هال احبي يعني الموضوع فبالنسبة لك انه احنا من زمان نفس هالمادة هذي عندنا فأنا ما قدمت شي دي ما قدمت شي دي أنا قدمت بس طريقة متطورة بعدين ثاني شي اذا في عندي قصة فيها احداث وايد تعور تعور لذن اقول لهم بالبداية اي اقول لهم ترى اللي ما يتحمى لا يسمع اللي في اطفال اللي في يمى اطفال خليه اخر بس انت قلت شغلة بداية اللقاء ما دري لها علاقة قلت انه انا ما حب يطالع نوع المعتوأ اللي انا قدمه ليش ما حب احط واحد قاعد يسول اه اوكي انا حسبالي انه ما تحب جرائم وهالامور لا لا احب اطالع ديكومنتري اطالع تي و هالسؤال و هذي بس انه واحد قاعد يسول ما يسير ما يسير والله ما يسير شا سموكي ما عرف بس الدحيح الدحيح لانه يا اخي هايبر مو راكد تحس يشبهك لا بس تعلمت منها وايد تعلمت منها دحيح ما احد يشبه غير عالم ثاني مو صاحي بس هم شوف في شغلة يعني مرة ثانية احنا مجتمع صغير و الكل يعرف الثاني في ناس اليوم شون تأكد انان لما اذكر يعني خلع اعطيك حادثة معي انا انا شخصيا عشته خلط صح انا مو قاعد اقدم فيها راي بس شي شفتك واحد من الناس اللي هم يقدم قصص جرائم الناس المعروفين هم ايام كورونا تذكر ايام شاسمه كان يفتحون روم شاسمه شاسمه كلاب هاوس فكانوا مستضيفين هذا الشخص طلع من احد اللي موجودين لسبيكرز جاني يقول انا شخص اتابعك وانت ذكرت الشغلة الفلانية محل مدري شنو واحد مباق مات قال له عدل قال له انا ابن الشخص اللي مات وانت عندك معلومة واحد اثنين ثلاث اربع قلت مع الابوي مو صحيح انا شون اتأكد بان انا ما قاعد اظلم اقارب المتوفي ما قاعد اقول اشياء مصحيحة ما قاعد اقول اشياء هما ما يبونها تطلع شوف اذا انت اتدور لترند راح تتجنة حتى على المجني عليه عشان تطلع قصتك توصل انا دايما ادور على المصدر ومصدر يكون وايد موثوق اللي القى مثلا مجلة ادور عليه اخبار بال بال يوتيوب اخبار الدولة نفسها اذا ما كانت بالكويت ادور على اكتر من مصدر لما اراقي عندي عشر مصادر وكلهم التفقين على شغلة اخذها اذا لقيت من هالمصادر اللي انا طلعتهم مصدرين ثلاث ما اذكروا هالنقطة هذه ما اقولها ما اقولها ثاني شي اقولها نفس ما اه ما تباه ما الف خصوصا بالجرائم العربية اي جرائم الاجنبية ساقط عليهم واضحك عشان تيانس تانس اخذ راحتي جرائم العربية ادري انه يعني في ناس راح تعورهم انا في قصة قلتها البحرين في واحد بحريني اه وهم مجرم طلع من البحرين حالت حالت المادية تعبان وصل لكويت موعدين بشغل ما اشتغل ما عنده فلوس دخل محل الصراف و بيده ستشين ناوين يبوغ صارت هوشة بينه وبين الصراف قتله ما قلت اكثر من شدي ما قلت هذا الخسيس المادرش او هذا القاتل المجرم ما قلت شدي الله التعليقات اللي يات من البحرين يعرفون هالشخص من الشخص هذا طيب ومن أحسن ناس وجيران وكان شدي وكان شدي وكان شدي ما حد ذمه فأنت كان ممكن تغلط غلط كبير ممكن أنت لازم تحسب حساب هالشي في وايد ناس ترى وايد مجرمين نحكمه بالعدام ونعدمه هو أساسا موقاتر الموقف اللي هو كان فيه خلاه يقتن أوكي هو غلط أنت رايح بطريق غلط سواء رايح تبوق وقتلت رايح تخطف وقتلت أنت أساسا رايح غلط بس هو أساسا هو بالصج موقاتر موسفاح هو انصاد أو بدال يعدل أو يتأسف أو هذا لا زاد الطين بله فيه وايد ناس يراحوا هذي ممكن يكونوا مع أهلهم وايد زيني مع جيران غلطة كانت بحياته وخلاص يتعاقب عليها انتهى الموضوع انت غلط راح تعاقب بس ما يمنع أنه كان قبل لا يغلط هالغلطة كان إنسان زين ممكن بلحظة ضعف غلط هالغلطة حلو أنت حاط هالاعتبار هذي لازم وترى عندي أنا قصتين ثلاث حذفتهم من قناتي بناء على طلب أهاليهم تواصلوا مجرد ما كلموني حذفتهم يعني في قصة قلتها كان فيها شخص قالوا لي مسافر علاج مع بنته وشي ما نبي يرجع علاق القصة منتشرة وتعيد شريط ذكرياته من عين ثنتين وشان ووقفها وأنه ما طاف عليها 24 ساعة كانت طاقة الـ 500 ألف شاهداتها وايت قوية والثاني اللي بالسعودية كانت غلطتي أني ذكرت اسم قرية فالقرية هذه كلها من نفس القبيلة مجرد هناك في السعودية مجرد في بعض الأماكن أو المناطق مجرد ما تذكر اسم المنطقة عارفين من اللي عايش فيها كأنه خصيتها كأنك انت خصيتها العائلة اتصلوا فيني تلفون أتذكر شي يقول والله بكل احترام يا حلاتهم مهم والله العظيم بكل احترام عشان يقول لي القصة اللي انت قلتها وايد تعور قلوبنا وإحنا أهل الناس اللي توفوا لأننا كانت جريمة قتل أحنا أهل الناس اللي توفوا وال الفويس اللي انت ما هنا يدرون هو فويس انتشر من أتوقع ضابط أو شيء جديد قالوا لي وهالضابط تسرح من شغلة بسبتها الفويس هذا ومحنا عارفين نشيلها موجود على اليوتيوب أصلا الفويس قلت لش اللي تامر فيه كانت بيشيل القصة ما عليك وقلت لحاض كان أشيلها تكبر بعينهم مو قصة أكبر بعينهم لو أنا مكان يعني أنا مرة اتصل فيني واحد قسم بالله يقول لي أنت وينك بيبذ بحك والله العظيم لا أصيدك يقول لي قلت لها شنون ش المشكلة شفيك كان يقول لي أنا فلان وانت قاعد القصة و مراضي كتقولها نحن أهلهم وهو قاعد يقول لي هي حطيت لابتوب يبحثني الساعة 4 الفير قعدت التلفون قاعد يتكسر مع أن الكلام اللي أنا قلت كلامهم أهم بالمقابلة ما زدت ولا شي من عندي ولا ولا حرف بس يا أخي احترمت الريال لو أنا مكان ما بيحيتكلم عن أهلي حتى لو أنا قاعد للكلام أنا أقولها كيفي أهلي بس أنت شا كنت تكلم عنه منو أنت قال حاضر أنا أسوف حقك علي انشالت القصة وهو معي على الخط قلت أن حذفت قال يصد جوال الله أن حذفت قلت لا ولا أن حذفت يش دورها وحذفت يا أخي أنا موداش هالمكان علشان أسوي عداوات مع الناس ولا علشان الناس تكرهني إذا كانت قضايا عربية أو قصص عربية أو كويتية مجرد توثيق لها ويهمني ويد أنها تطلع بالصورة الصح لأن كتاب العدامات تكلم عن مرحلة من الستينات ليل ألفين العدامات التي صارت بالكويت هذا وثائقي يعني أنا كتب أياي بس ألك أنه اليوم مغلط كلنا سواء الشخص اللي مثلي قدم بودكاست الشخص اللي موجود في انستجرام مغلط أن يبحث عن فيوز والنجاح وهذا بس دائماً في ناس يقول لك أنا عندي قيمة معي أنا قاعد أسويها عن طريق الشي اللي قاعد أسوي القيمة اللي قاعد يقدمها فارس يمكن هذا سؤال دائماً وإنت قلتها قبل ما نبلش أن الناس يقول شوش قاعد تسوي ليش أنا أعطيك هذا الاهتمام وثابي الصج إحنا أيضاً نسمع هذا الكلام أنه والله فارس أوكي شخص عنده فيوز عنده مشاهدات ولكن مو بالضرورة يعني أنه قيمة أنت ليش قاعد تسوي هذا الشي أولاً لأنني أنا أحبه وفي عندي ثلاثة مليون حابينه هذا أولاً ثانياً قاعد أقدم مادة أكبر القنوات قاعد أقدمها ديكومنتري على الجرائم عن نتفلكس راح تحصل على الأوسن راح تحصل قنوات خاصة على هل الموضوع إحنا بالوطع العربي ما عندنا إحنا كان مواحد نقول قصص واللي متابع فارس يدني أنه فارس ما ينظر ولا يألف بحيث أنك ما تعطي راية يعني أقول لشي ما تعطي راية أنا أنا ما تعطي راية بالقصة كلش أنا نهاية كل قصة أعطي عبرة ليش من عقب هاليوم اللي أنا قلت لك شفت هالياهل هذا يا سلم علي وحضني وقمت أشوف أعداد الأصغار اللي عندي زين قلت قمت أقول ليش ما أقول لهم القصة وبعد ما يخلص القصة يطلع منها بفايدة ترى ترى وايد راح أتلاقي نهاية القصص في كلام أقوله يعني نوخذ موسيقى ورعفة الهجان وهذا وحاطين وموانا هذا قاعد أقول كلامه أنا قابشي شنو هذا شقاعد يصير والله ف قاعد أنا كلامي ترى هذا مو محضر ولا كاتبة ولا شيء أقبل قصة يطلع من قلبي للناس اللي يجد دامي إذا كانت عن واحد قتل والدتا أو شيء أقولهم يا جماعة لهم المادري شنو أمكم أهلكم تبروا فيهم حتى لو هم موزينين حتى لو أذوكم أعطي العبرة حاول حتى اللي مضايق من أحد من أهلي يرجع للمرة دانية شكتر يأخذ منك شغلك يعني فيديو المتمنتج لهذا الشيء يعني فيديو خنقول مدتها ساعة لا فيديو مدتها نص ساعة أنا أعطيك المتوسط يعني النص ساعة لأني قاية للساعة ولا الربع ساعة النص ساعة يأخذ مني تصوير تقريبا ساعتين ساعتين ونص تصوير منتج يأخذ مني أربعة أيام أربع شوية إيه لأنه نوايد فيه شغل أنا ما أحط يعني مو بس أقعد وأتكلم أنا فيه صور تطلع فيه مشاهد تنحط إذا فيه مقابلات أحطها أنت كثير ما تحط مادة كثير ما توثق تعييت منتج هذي شنو منتج هذي لا عندي فيديو باشر بصورة واي طويل يعني بقص يعني بقص عليه واي طويل يعني بقص عليه قلت عطلنا أصوار والله يكستر منها القصة هذه باشر أي والله هذه الله يسلمك قصة عادية قلت حطيتها بالكتاب في واحد مجرم خايص اسمه فريد وست اكتب فريد وست رح تلقي أوصخ شيء بالدنيا مكتوب يعني بني آدم سوى شنو يخطر ببالك أشياء مو زينة سواها قصتها طويلة ومتشعبة ومن أبوه يده يعني عائلة الله لا يوريك فقصة منذكرها بكل مكان كل مكان فحطيتها بالكتاب قاموا خذوا القصة يمكن ثلاث أربع صفحات أطول قصة بالكتاب خذوا أربع صفحات شلون هذا قاعد يبيع هل أشياء على تينيجر أنا قاعد يقول قصة واقعية وأنا قاعد إنه محتوى مو نظر هذا بالكتاب لا بالأساسا لييني ييني على قناتي باليوتيوب مو ييني على الكتاب اي يعني مو العقادي يعني قصة فالييي على اليوتيوب فأنا وأقول لهم والله العظيم لميون يشترون مني ومعهم أهلهم أقولهم تدرون شكي يشتري ترى الكتاب كلها جرائم وما ينفع لهم احنا احنا نراقبه تحولت نيابة عليها اي فأنا علي قضية وزارة العلام تحولت نيابة وراح تحقيق وغالب وشلت القصة من الكتاب وشلتها قلت بلع سؤال اتوقع له هالقصة مو كاتبها فارس عاشور كاتبها جون سميث تنباع في المكتبات رح يشترونها عادي وما حد رح يطالع اصلا بس لانا سوى زحمة فارس في معرض الكتاب وتسكر معرض من الزحمة واللوية اللي صارت فطلعوا ناس بس يذهمهم يصير يركبون على الموج على قراتهم واللوية اللي صارتها خنطقها شو ورعنا ليش أنا بقطر صارت فيني قالوا وش هالزحمة وش حقها مسوي هالزحمة شنقع يقدم كل قصص بالمقابل في كتاب أكبار بوثات فاضية يعني هالدرجة الجمهور صارتافة لاش تخفة لاش تبه الناس انت طول وقت بتقرأ شي أشياء ثقيلة لا تبي وقت شوي تريح في نفسك تقرأ لك قصة حلوة حتى لو جريمة تقرأ لك شي خفيف انت مو طول وقت قعد طالع سوداء بيض وافلام ثلاث أربع ساعات ولورد والدنيا هذه لا تبطالع فرنس تبطالع شي شي خفيف أذباق الناس بطبط فمستغربين من هذا كان يهاجمني بالتويتر بس بأدب رديت علي بأدب قلت انت ما تعرفني لا تعرفني بتعرف ليش الناس على ذلك تبطالع 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 يديد وينجح بهذا مجال طبيعي يصير فيها الأشياء ما دري انت اندك هالقناعة هذي ولا تحس انه لا في موضوع شخصاني اكثر لا انا بالنسبة لي لما اشوف انسان ناجح ايا كان ايا كان محتوى هقول الله يوافق يا خرايا لقى يتعب هالناس اللي وقفوا ثلاثة اربع ساعات ما وقفوا لان هذا الانسان تافل اكيد في شي حببهم فيه انت ما يصير تستنقص من تعب اي بني انا اكلمك عن اللي عندهم محتوى اللي ما عندهم محتوى شي ما ليش غلطي ولا عمر تكلمت عنهم ولا يبقى تكلم عنهم اللي عندهم محتوى امية بل امية يتعب على محتوى انت عارف انت يمكن اكثر واحد انت 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 عارف القصة لما تختارها اي ما يخالف تعطنا كون كريم معنا اكثر بس في عوامل معينة تأكيد اليوم بفارس في مليون قصة يقدر يقولها في اشياء معينة تدري انه تضبط مع المشاهدين هذه فيها حبكة معينة هذه فيها شغلة معينة شون تختار القصص اللي تقولها شوف مبدئيا القصص العربية ادري انها خلاص اي قصة عربية اي قصة عربية تدري قصة عربية اصورها ومنتجها وانزلها وانام ادري شون راح يكون لفيو اما القصص الاجنبية لا في قصص معينة لازم شوي تدور اشياء ما حد سمعها من قبل احداث غريبة شوي شي صعب ان يصير نفس هذا اللي كان يذبح الناس وسوي لحم همبرغر ويبيع الناس يأكلون صدم هذا شي بسيط ابيتايزر اعطيك صدم ليش في بعض شنو عندك والله وايد في قصص يعني تصدم من هالنوع هذي ايه في هذا اللي هذه كانت قصة وايد كصيرة ترى مدتها ممكن 12 دقيقة أو 13 دقيقة بس ضربت بشكل مطبيعي في واحد حط علان على النت يطلب فيه متبرع متبرع شيره تعبات متبرع كلا متبرع عين لا لا يعني متبرع انه يوافق انه ينقتل وينوكل صدق رده وعليه تناعي الشخص شاطهم كلهم بس علاقاتنا ما اصمروا واحد بس اللي اصمر راح لليل بيت لا 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 شربه وعطابه ندول ومادري شنو هذا وقطع من جسمه لا 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 وخلا يجرب اوهو ياكر يعني اوهو اوهو نفسه اللي بيموت تقطع من جسمه واكر احس اول مرة اتشان هاي حلقة يمكن 76 واني عارف شك شرد قا اقول لك يعني فيه فيه اشياء وايد وايد اتخرع في اسم عندي انا بنهايتك القصة اقوله سيناقة يا سيناقة شنو هذا هذا مجرم من كثر ما اسمه خايس قلت راح اقوله مرة واحدة صاللي ثلاث سنوات اقب كل قصة اقوله هذا انا قيل بقوله مرة واحدة ليش الناس يعني بالقصة قلت اسمه قلت اسمه ما شنو سيناقة قلت اسمك خايس راح اقوله مرة واحدة طول قصة ما راح اقوله وتشلب ماي هذا اللي يسلمك الوان مزيل كان يوقف تحت هو ببريطانيا وهو من اصل اندونيسي وعائلته وايد غنية واندونيسيا اعتقد ايه ايه جن اندونيسي عائلته وايد غنية وعنده دكتوراه يمكن بمجالين ففي شارع عندهم حق ما لوكت الالوان في كلابات ملوت كان يوقف تحت ينطر اللي طالعين وتلفوناتهم ما فيها شحن يقول لهم تعالوا انا عندي شاحن فوق اشحل لكم التلفون وكان ترى ضعيف يصعدهم فوق ما يأذي يعني مما مخطر شكل كل مش مخطر شكل كان يصعدهم يخدرهم يمارس معاهم الرذيلة تكفر ولما يقعدون منهم من التخدير يشكرون على استضافة لهم ان استضافهم عندهم ولما يدرون الصائر معاهم لين صادة لعب كرة قدر أمريكية ورقبية وشيء تشدي لعب بريطانيا أعلم أن الله هذا ما تخدر هذا فيل قعد من نوم ينام في طق ومنعقوبها نسجن يخيش أنا لحن نهايتني فترة اللي بصير مغامر وسفراتي وواضح نحن ما يصير أشوف قناتك لا 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 صدقني شوف لا تشوف قناتك لا تسافر لأن ما رح تسافر أنا لحن قمت أخاف والله العظيم يعني قبل ترى كل مكان كنت أروح وروحي كنت شفت السفرات يقول لك ترى السولو روحي ودش بكل مكان رايح ما عندي مشكلة صدقني شكل عام أثرت على شخص لما بحثك به الأشياء شون أثرت على شخصيتي وايد قمت أحرص من كل شيء يعني مو أي واحد أعطيتي قسن والله باشور أنا أحس إدار الله رزقك عيار إن شاء الله أحس شي بتصير لا 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 أخر لا 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 حاجة يجيسي تطلع بره ما تطلع بره عند عيني عند عيني تعال تحت جوده ما تلعب جوده هذه خطرة لا لا صدق لا والله أنا واحد من الناس اللي دائما عندي مثلا ولد أختي دائما يقول أختي لا تسكين علي واحد قلت لها كنت أقول لها صدقيني إذا بيسوي راح يسوي من وراتش يعني رافجي خلي قلتش وكل ما تشوفينها لا تسوي تلي لا تسوي تلي ترى الكبت خلي الواحد ينفجر صح خصوصا لما يكون وحيد هي طبعا من حبها هذا هي وايدة تحبها تتسك عليه صح بس أخي هم الواحد خصوصا لما يكون تينيجر عمره 16-17 سنة يابي مساحة يابي مساحته يابي يقعد بغرفته بروحه يابي يجاب الرابعة يابي هذا خلاص صر عنده تخاف تقتل فضولة لما تخوفه من كل شي بالضبط خلي جر غير أنك كسرت حريص أثر عليك بأشياء ثانية لا والله ترى حرصي يعني بالمعقول حرصي بالمعقول يعني إيه ساعات في ناس جي أطالة شكلا بلى فيه بوادر مجرم أخاف ساعات فيه قبل كنت مثلا بسرعة تنرفز بسرعة بسرعة تنرفز الحين لا قمت أطخ لأني تعلمت يعني ردات الفعل عند الناس مو وحدة ممكن تنرفز على واحد عادي يرفع 60 وطقك ما تعدرين أنت ممكن تتنرفز على واحد عنده عقل يقول كيبا مشكور يعطيك العافية يعطيك طهرة ويمشي أنت تروح تتأسف له بعدين صح أذكر مرة ذكر دعشيات الجمعية عند الوالد الله يحفظه دخلت جاي انت الشياب عندهم الجمعية جزء من البيت يمون على الكل من مدير الجمعية لي العامل أسمع صوته فوق أنت شلون أعط هذا هني أعطوه صحت لفوق قلت لي أنا تحد أسمع صوتك شوما تعرف صندوقي أنا شوما تعرف صندوقي أنا بصد جمع رايح الجمعية أسمع صوت أفوق صحت فوق قلت لي ما يصير قلت لي والله يوم من الأيام أطيح بيد واحد لا تقول لي تلعب جوده ميانين والله ميانين فيعني هذا المواقف اللي يكون حريص طبعا خايف علي أنا وبروح رايح الجمعية هذا ما تدري شو سوي فهذا ما من الأشياء اللي أنا قمت أخاف منها إذا أنا بس ودي أصب لك شاي قهوة أي شي بنخلص تقريبا أوكي في عندي واحد اسمه علي من السعودية أكاونت مانشستر اسمه علي آلم نيف يوم كان عندي ألفين متابع على إنستجرام طفت وكلمت قلت لأنا أنا وائد أحب محتوى قلت لأي ما شاء الله قلت لأي تقدم محتوى يعني شغلك رافي بالنسبة مانشستر يعني ييبلك أخبار ييبلك أشياء وائد قوية يعني حتى يعني يأخذهم مصادر أجنبية بس قبل الكل فقال لي أنت فارس عشور ممثل قلت لأي أنا أحبك وما أدري شنو وشي يضيفني وليليوم أنا من أحط شي وينجح يكتب لي أنا ويتفخر فيك شام عمره هذا الحين عمره يمكن 23 سنة يعني يوم كان يكلمني يمكن كان عمره 18-17 شنو هالعقلية اللي عنده وبهالعمر أنا سميه الفيلسوف يشوف ولد عمره 23-22 سنة بقمة الاحترام شو شون قاعد أتكلم عنه شون قاعد أتكلم ففي ناس تصادفهم شذي في ناس تصادفهم يا أخي أنا عمري 46-40 سنة شبعان ما راح أطالع تدري أني أنا قدمت محتوى القصص وما أعرف ولا واحد من اللي قاعد من قصص شلون يعني يعني وانا قاعد حط القصص ما كنت أدري أني في ناس مثلي قاعد يسوون شذي أنا وائد متأخر أدش اليوتيوب طالع الدحيح طالع دحيح مو قصص يعني يعطيك معلومات بطريقة ما أدري لكني يوم سمعت حتى لما تطلع من الفيديو الدحيح على كثر المعلومات اللي يقولك ما تتذكر ولا معلومة في طريقة تسمونها نسيت تسمها فلما بلشت بالقصص أشوفهم يكتبون أوه يقدم محتوى نفس فلان نفس فلان نفس فلان فقمت أدخل على أسامي طالع لا ما شاء الله هذا ثلاثة مليون وهذا أربع مليون مبروحي بالمركبة أنا هذا مبروحي وين بتناطح هذي لأنت هذي لأ بلاية يقول لي صاير لأ سبع سنوات واللي صاير لأ ثمان سنوات كثبا أنا شك فيهم أنا عندي ناس قاعد تابعني يقدم لهم محتوى أنا هذه كلمتي ليه اليوم أقولها لو يتابعوني عشر ملايين هو يتابعوني واحد مستانس على المحتوى اللي يقدمه رح يكمل ما رح أوقف لأن أنا أحب هالشي وهذا الحلوب يوتيوب صحيح أنت مساء تقول أنا توني أدري أن في ناس قاعدمون نفس محتوى بس الحلوب يوتيوب أنه يتحمل يوتيوب مو بس فارس عاشو لا يتحمل فارس وغيره واحدة اثنين وثلاثة وكل واحد يحطه بطريقته من الأشياء اللي خلتني أبلش باليوتيوب نسيتها هذي أنا تابع قبل كنت أتابع قبل قبل كنت أتابع دائما اليوتيوبرز الأمريكان كيسي نايستد كنت أحب محتوى يصور يوميات هذا البنيورك يتمشى أيوة عند سكيتبورد أحبه فيديو من الفيديوهات قال فيه إذا عندك محتوى ناوي تقدمه على اليوتيوب قدمه اليوم لأنه كل يوم يصير أصعب من اللي بعده إذا ما قدمت اليوم بعد سنة رح يصير أصعب بعد سنتين رح يصير أصعب بعد خمس سنوات رح يصير أصعب فحط طريلك من الحين واشتغل عليه من الحين ما طاف الوقت عليك ها من الأشياء اللي ثبتت بمخي خلتني أشتغل أنا ودي أن تكلم زود عن أهل المحور هذا صناعة محتوى صناعة محتوى اليوم فرضا كيسي علم فارس شغله اليوم فارس شنو يقدر يقول حق الشخص اللي مهتم بيوتيوب شنون تنجح شنو ما تنجح يوتيوب ينفح حق الكل يعني في ناس يقولك والله أنت لو مهما تقدم شخصيتك ويهك طريقة كلامك ما تنفح حق يوتيوب يا أخي كاب وفلا كم مرة ذكرناه بهالبرنامج يعني أنا عندي هذا شخص استثنائي بصراحة الموطبي ظاهرة جيكر جيكر وفلا ده تقولي حلو وفلا أنت جيكر بس أحبك تخيل هالبريادة مدخل علي بالإنستجرام أنا طالعت وصدنت والأداز اللي قاعد غده قاعد طالع لا يا أحلى مش هيقول لي أنت قوي كمل مش هدحيلك ده ترى أنت تستانس ده كل أيام كان عنده 20 مليون قريب إلى 20 مليون وطالع فولوباك ضعفك أنا أنا لعندي 30 مليون ما طالع أحد والأعظيم والأعظيم إنسان مؤدب محترم يحب الكل ما يؤذي أحد بحالة عمري ما سمعت طلع وانتقد أحد أنا أدري إنه فيه يمكن ثلاثة آلاف تعليقية إلا يغلطون على يواقع مستحيل بس يا أخي الإنسان عايش حياته مالأش طلع أحد يقدم محتوى نظيف محترم الكل يقدر يطالع على قولة من الإبداح يوم قاعدنا يقول هذا وزارة علامة تحرك طبعا طبعا وزارة علامة وخسارة أنه يطلع من الكويت تلعي كم مرة قلنا هذا الموضوع يعني من كثر ما أنا محتر كل ضيف يعرف بفلة أقول لي أخي بكويت حسافة يعني من طريقة حق الدولة طاف هالمركب ونوعا ما كأنه قاعد يطلو في مركب يوتيوب يعني هذا بفلة كان كان موجود عندك بالكويت اللي عارف بفلة يستوعب أن هذا كان موجود عندك بالكويت كان تقدر تبنى وهم طاف على كل مركب كل يوتيوبر عندك يعيقدم محتوى ناجح في شيء معين محبب بالناس فيه أنت أخذ عزز هالشيء هذا عزز هالشيء واستفيد منه ليش مخليننا كل واحد قايش تغل بروحها كذلك ليش ما في دعم أخي أنا قايعمثل لكويت أحلى تمثيل بكل معارض برا ليش ما أشوف دعم ما أستاهل ما أدري يمكنه ما شايفيني ما أستاهل زي أوكي أنا ما أستاهل غيري غيري وغيري غيري البداح ما قال قصة صورتة اللي لقاها بالمطار مصيبة والله مصيبة اللي قايا يصير والله العظيم اللي قايا يصير شيء شيء يعني ما أدري ما أدري يعني لما أروح قطر وهيني واحد من أكبر الكتاب عندهم يقول أنا ابن دوتين ندوتين فيها كتاب كبار قاعد تكلم عنك وأقول تعلمه وشوفه بدال لا تنتقدون هالإنسان روحوا وشوفه وش اللي خلى هالناس يوقفون ويشترون كتابه تعلموا منه يعني لي عندي يعني مع السفير الكويتي وسلموا علي وخذوا كتبهم وقعت لهم عليهم ومشوا حقعد أنا بالفندقس سحر حسين تتصل فيني بنتي تبي كتابك اليوم احنا ياينك ييك فلان يقول لك يقول لك الوزير الفلاني كلهم ياينك شنو انت تحس نفسك شنو شنو وناستك انت شخص كويتي كل هالناس يحبونك من دولة غير دولتك شنو شنو شكثر انت قاعد تطلع الكويت بصورة حلوة انت هناك لما روح الرياض او اي مكان اي مكان كنت فيه بالسعودية والله العظيم الاستقبال الكرم الحفا وال يا اخي القصيم معرض القصيم تصل فيني واحد من رابع قال لي انت ياي قلت لأي ياي مشان يقول لي معرض فاطح يعق منه قلت لأي خالهم أنا ياي في عندي متابعين من القصيم قلت لهم أنا ياي فرحي اول ما طبيت المطار نزلت وصلت المعرض ودوني للمال قال يشوف المعرض ترى فاضي ما فيه حد فاضي فاضي ثلاثة اربعة خمسة اللي موجودين انا ما عند الناس ساعة 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 خمسة يتصل فيني مشاهل انا ما طعم قاعد غدا شوف فرص تعال خلاص تعال خلاص الناس راح تكسر المعرض وصلت عسام بالله استنفار موجود عندي الفيديو لما اندشيت تخيل المعرض دائري مسوين ناس من مدخل المعرض دائرة شدي على أطراف المعرض ليل بوث بعدين زجزاج بعدين يدشون دور النشر الثاني يوميات قاعد يقولوني شكرا لأنكيت شكرا لأنكيت أنا أحييت المعرض معرض لكويت نفس الشي صار بس للأسف تحولت نيابة بسبب اللي قلنا بسبب الكتاب كنا نسأل منظمين يا جماعة زحمة نبي منظمي يقول ما عندنا منظمين الشارج أفتحولي قاعد شرطة اثنين معاي خير خمستعشر عشرين منظم السعودية نفس الشي معارض جدة والرياض والشرقية بوديقاردات أقولهم يا جماعة ماحتاج منظمين بس معاي لا لا خلوهم ما يخال نفس الشي وين بعد أعمال نفس الشي التنظيم كان من أروع ما يكون خدوا اللي صار أبروحي هناك حطونا أنا وفهد يوم بعض وبعيد عن المعرض يعني صالة ثانية في تنظيم في ترتيب في تقدير ما أدري يعني لا يمتحنا السؤال يشوف لا أنا ولا ولا أنت ولا ما شاء الله كثير الناس اللي قاعدوا مكانك نحن عارفين صد يعني ما نفهم ليش الكويت قاعد نضيع عليها فرص نفس هذه ولا حد قادر يحل يحل هالمسألة هذه أنا ما أدريش أقول يعني في عندنا في عندنا مشكلة وعيدة كبيرة ما نحن عارفين حلها وانا يايك لهني تايشة مرة بطني اختض من الشوارع والله العظيم وغيرت أرجع ثلاث مرات أنا بسبة الشارع وزهقنا بس تايشة الحلو إنه يعني رغم كل شي تلقى لأي الحين الكويتي يعني في كل مجال إذا ما كان الشخص الأول كويتي بس فيه شخص متميز بالمجال سواء كان شخص يقول قصاص سواء شخص لعلاقة بالرياضة يصير فيك لو الكويت قاعد تقدم الدعم حق هذول الناس شوان وصال والله يكسرون الدنيا والله العظيم أنا متأكد لأنني أنا قريب من أغلب صناعة المحتوى عندنا بالكويت كل شغلهم وهم يتكفلون فيه وهو قاعد يشتغل من عيه تزد يعني أنا عشان أنا عشان أغير الستيديو عندي أغير الثيم والإضاء والكاميرا والهذا محتاج مبلغ يا أخي فيه واحد اسمه جوح الطاب مار عليكم اللي سافر اللي سافر أنا هذا متابع من بدايته من يوم ما كان بالسعودية كان موظف بالسعودية قدم استقالته وسافر بمبلغ عنده ما لنهاية خدمته راح تايلند راح شرق آسيا عمونا بياخذ لفرة حق الدول اللي هي مو الغالية للرخيصة اللي هي تايلند تايوان تريها العماكن هذي وراح أكون أو لا أكون يا أستمر بشغلة اليوتيوب يا أرجع على قولتهم خلاص بس بس هالفلوس عندي راح وهي لدعم أول دعمي اللي أذكره أول دعمي من واحد أردني عايش بأمريكا عنده شاسمه عنده محل كاميرات أي شي خاص بالكاميرات والتصوير عنده يابا عنده أمريكا خلاه يسوي شاسمه بلوغ بأمريكا أكثر من بلوغ سوى بأمريكا وعطاه شنو تبي كاميرات دعم عدوان ما أدري ذا ما أعطيها ما أدري يعني صاحب شركة كبيرة بس قدم دعم قدم دعم مطبيعي حقه ليش ما عندنا نحن تدي واحد ليش جوح الطاب الحين أدخل على قناته ما شاء الله ومن أجمل قنوات السفر والمحتوى والوثائقيات تحصرها عنده أنا سمعت قصت بدايتها يقول أنا ما كنت أعرف إنجليزي أصلا يعني الريال بلش قام يسافر قبل لا يبلش سفرات يقول أنا أعرف يس ونو ترى الولد صج بادي من الصفر أنا متابعة من زمان صح بادي من الصفر وأذكر فيديوهك أنت شوفك يسلم على أخوه يبي يسافر وما شنو يوصي على سيارته يعني الولد دمخة فيه فحلة وهذا وحصل دعم ذكرنا جو ذكرنا الدحيح ذكرنا بوفلة برايك برايك أنت شنو اللي خلي الشخص ناجح ويلقى دربة بيوتيوب شنو الخلطة السرية اللي لازم تكون مو لازم تكون بس موجودة عند ناس معيني هذي شغلة مشتركة بينهم تجعلها شخص مقبول في يوتيوب أني يكون على طبيعتها حتى لو تغلط حتى لو عندك أخطاء حتى لو عندك حلقة طلعت مو حلوة خليك على طبيعتك هم يحبون الإنسان طبيعي أنا قبل كنت أسمعها وعيد قبل لا أبلش بس ما كانت تدري شنو يعني كنت أستصعبها شون يعني شون يعني شون أكون طبيعي أنا بقعد جدا من كاميرا بس أقول شون أكون طبيعي مو عارف بعدين مع الممارسة ترى فيديو فيديوين ثلاث تبدأ تعرف نفسك أكثر تدري أن هذا طبيعي مالك أنا أتوقع توقع ما أتوقع تحليلي يعني البني آدم طول يومها ما يكون طبيعي إلا ما يكون بغرفته بروحة هذا طبيعي مالك فما يدري إن هذا طبيعي مالك يعني أنا مع هالشخص شذي راح أتعامل مع هالشخص راح أتعامل تغير أبو غير أبو غير ولد غير لما تكون مع صديق مع صديق مع واحد ما عرفه مع الكاشير مع كل واحد غير صح كل واحد لشخصية تتعامل فيها ففعلا واحد ما يدري شنو الطبيعي مالك فأنت لما تقعد مع الكاميرا يعني جدام الكاميرا مرة مرتين عرفك على نفسك وطالع نفسك أيوة عرفك على نفسك هني تعرف شنو الطبيعي مالك فاللي عنده أنا دائما يوني يعني واحد ناس آخرهم اليوم يعني يعني واحد كاشتيري بالمطعم لشنو يقول لي احنا عندنا بودكاست وتو ننبلشين فيه نبلست ضيفك كان بيبوكك اي اي صارت لا 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 قل له لا لا انا ما أساعدك قلت لها عادي اليوم انت طيب انا مو طيب قلت لها عادي اليوم عندي بودكاست مع محفوغ وعرفكم قال لي لا صديق احنا قناة صغيرة انا بيك قلت لها هذه دي باجتي لنحين قناة صغيرة عندنا عندنا ضيف ما رح اقول اسمها بس انا دائما استخدم حتى عزيزي عرف القصة ودائما يزفني عليها ضيف كنا نبي وايد كان يقول فعطيت هادي باجة معك فلان لفلاني معرفه ايش احنا قناة صغيرة على قدنا حيل ابي شا يقول لي انا هلا اخوي وتشرف فيك بس دام انتو قناة صغيرة بصراحة ما عندي وقت لكم قلت والله قلت والله العظيم قلت شادي باجة ازفت هذه ما رح استعملها قال انا ما عندي وقت حك خنوات صغيرة قلت منوها الضيف والله هذه مع سالفتك اللي تالي انا اقول لكم اوكي اوكي تانا في ناس فيها عادي استقبل استقبل لا لا بني انا قايم باب التواضع بس ما مشت احنا صغيرة انا صغيرة على قد ليليوم صغار ليليوم صغار رحنا خنوات صغيرة ليليوم لا والله شوف كل صانع محتوى ايا كان العدد انا دايما انا سمعتها ما اتذكر وين سمعتها من شخص قال لي تخيل الفيديو اللي عندك مشاهداته 500 مو عاجوينك ال500 بس تخيلهم كاشخاص جدامك اوه عبو نقاع اكتر من قاع الالف شكثر الالفين شكثر دايما افكر انا لو اسوي فرضا نفس الشي ويحضرون الرقم اللي تقلت 500 واحد بالنسبة لنا رح تكون عدد مطبيعي السوشال ميديا قاعد صغير لك يا يحوريك ان العشرة الالف بعد فترة تشوفها شنو عشرة الالف قاعد على عمي تقعد قاعد ردنا ايام قاعدانا وعزيز الحلقات ننزلها قل لي يالله عزيز تكفى الف هذي طولت عن الالف يا اخي شفتها الالف قاعدنا فترة طويلة هذي الالف تلحقها تدري ليش لان كان بالنسبة لي سيفيني فاش لي يعني يطلع فيديوي بيوتيوب انت بيوتيوب ممتعود ان في فيديو يطلع ثلاثة ارقام بس دائما في كي اخر شي بس عبي الكي بس عبي الكي لا تحط لي ثلاثة ارقام فاش لا يعني والله العظيم تدري هذا انت البودكاست ما لك شقدر مندها ساعة لا يعني ايش كسرنا احنا انزلنا ساعتين لا لا مدة الحلقة الكاملة ساعة يعني انت حلقتك فيها توقع ساعتين ساعتين نص ساعتين نص ساعتين نص ساعتين نص ساعة اوكي انت متخيل ان في شخص في الف شخص حاطين جدارهم اكلهم او اي شي قهوتة وهذا وقاعد علشان يطالعك في عندك انت شام عندكم خمسين الف تغريبا ايش خمسين الف خمسين الف بني آدم ناطرك متى انت تنزل فيديو اوه انا ذكر مرة من المرات انا رفزت بمعرط صار في سوء تنظيم هذا تنرفست يعني مشعل مشعل له السويت شمالي مشعل حمد فخذيت برايك خمس دقايق عقب لبرايك قلت شال معاملة هذي تكفى مشكلة ما قلت على حد قلهم ليش شي يسوي قلت له ما رح ارجع قلت له تأسفهم من الناس ما رح ارجع قال لي فارس تدري اللي واقفين هذيل من قبل واقفتهم بشم ساعة قاعدين يلبسون وجهزون نفسهم ومن أمس تلاقي فيه ناس مستنسين لأنه باشر بيونك واقفين بالدور صادق انت متخيل هذيلة شي وابقهم بالبيت علشان بيوني يشوفونك وكنت الحين بتهدهم تمشي لا يلا يلا ما قدرت عليها اعرفني ايه ما قدرت على ايش يصب القلب على طول اخ خلاص خلاص ما اقدر والله ما اقدر بس في معرض قطر انا عصب شانو يعصب شكوا بس خلاص ما بيكم روح كيفك سوى لي تبيه شايدزلي واحد يونس محمد الشرط قاي تعالي ببحنا هذا قعبت علينا قايزة يلا ياي وهو يدري فيني انا الحين اغلب اللي حواليني رحم فيني هذي التكة شوي العصبية اتنرفز بس ماكو ترى ثلاث اربع دقائق قاينا بني آدم ثانية منتهدى هذي اللي داخل القلبة بيض ماكو شي يعني اتنرفز بس ما اشيل يعني انا لما صارت الحاتة بيني وبين هالشخص هذا انا حس اذكر الفيديو بصراحة لا 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 مو هذا مو هذا مع واحد من المنظمين او سوربايزر صار بس برات شابتي بداك الفيديو بداك الفيديو وايد برات شابتي بصراحة حيح اقول قصتها ايه قولي قصتها وايد برات شابتي صار تات بيني وبين منظم فصار بيننا حتي انا من يزيد الحتي شوي اخذ برايك اخذت برايك ومو جدا من الناس يعني صار شوي كنا اصب وصوتنا كان واطي كنا قلت تكلم يعني كل واحد باحترام قلت تكلم علمت نفسك هالشي هذا يعني تكنيك انت تستعمله تاخذ برايك ولا تشيصدفة لا صدفة انا خلاص معصب ما بي اكشر بويه الناس انا طول ما انا قاعد قاعد احك مع الكل لان كل بني آدم يوصل لي عندي لازم اعطيه حقه هذا طالع من بيتهم ويايك ويايلك انت يعني مو ياي حق شي ثاني وهتارك المعرض هذا كله ويايك انت بتنفس عليه توقع لها تقول لك لا والله اضحك بويها واسولك معاه واتغشمر ويايبي يصور اعطيه حقه يسول لي بي انت يايلي انت حبيبي اناي حق يانا شون ما استقبل تخيل واحد يايك البيت طيب فصار تشبيني وبينه طلعت لبريك رجعت ما شفته مشى مشيت انا عقب المعرض ثاني يوم اول ما شفته لميت وهو لمني صرنا ربع صرنا ربع ربع واخر يوم الليل حين حاسبت يعني حاسب الذنب يعني انا مايخالف وهو سوى شذي يمكن لانه هو مشغول تحت ايده وايد ناس مو عارف يسوى شذي يجي اول مرة يصير معاه مثلا شذي مو فاهم انت لا تزيد علي اخر يوم كان اروح اشتري وردة حك كل المنظمين شرعت لهم ورد كان اوزع عليهم كلهم قلت لهم اذا من بدر منك صور انا اصف احكم علي ما تحسن تسعدك انت اكثر ما شلو يلما تسوي هالامور هذي تريح نفسك بعد اكثر مو مجرد لان انا بيسعدهم ولا بس تعطيك انت راحة من الداخل هذي في حلقة من حلقات فرنسي شلون هي هذي في بي تقول حق جوي تقول لك كل عمل خير انت تكون اراني فيه لان انت تدور راحتك وصح ترى صح 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 ترى انت لما تسوي شي خير صح انت من داخلك تحس بالراحة صح بس هم بالمقابل هم الشخص الجدامك اللي انت سويتها الخير هم مرتاح صح الخير يعم على قولتهم صح صح فلا انا عندي قناعة دام انك غلط مو عيب انك تتأسف دام الناس شوف دايما الشخص اللي تكسى عليه وما يشيل عليك هذا حافظ عليك هذا قلبه ابيض هذا يبيك صح لما تكسى على انسان وبيك ثاني يوم يضحك ولد كأنه صاير شي وحتى له يعاتبك مثلا هذا شاريك غير لما مثلا يصير بيني وبين واحد موقف خلاص وهو يروح يهدك وانت تهده خلاص انتم مو حق بعض خلاص لا تفتح الجوح لا لا سالفة الفيديو ايه سالفة الفيديو هذا الفيديو والله يسألنك انتشر عقب معرض رياض 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 او جدة رياض لا رياض معرض الرياض ابي اذكر ما ابي غلط ايه معرض الرياض كان اللين طوير وهذا الله هداه ريال كبير بالعمر واللين كان فيه لينين في صوب حق الشباب كانوا راكفين في صوب حق البنات وهي آي من يعني بس اول ما وقف جدامي كان يقط الكتاب قال لي شنو وقع لا لا فيه كلمة يا 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 ولد أو يا شيخ أو مو يا شيء يا ولد يا شيء شدي قال لي ما اذكر شنو قال لي فيه استصغار شوي وايد مش ويا كان يا أبو الشباب يا أبو الشباب قطر الكتاب شكوا يا أبو الشباب وقع الكتاب قلت له زي ماس ناس ناطرين بالدور شاي يقول لي وقع وقع بروح نصلي قلت له رح صل صلوا تعال بعدين يعني مو كتاب وزير يعني رح صلوا تعال شكوا خارجنا يا جيان خلصنا هذي يلا وقع ومعصب كان لا كان معصب علي قلت له لا والله ما هو ما هو يوقع عميز بتوقيع ومعصب ليش تحبني ما تحبني أنا بغيت أطولها بس في واحد أنا دائما وراي لازم يكون واحد مرة هنا ما أشوفش قاعد يصير واحد مرة قال بذوني ويا بنته صغيرة فصارت فيني هذا لا ما بيحرج جدا بنته مسكين يا وابوها لو شنو ما يسوي ما أرضى حدي كلمة جذي فهني سكت خلاص بس وقفت أصلا لو من البداية أدري إن بنتها موجودة ما أتكلمت شفت الحادثة هذه خلتني أتعلم شي اللي يوقف بالدور معصب متضايق من طول الوقت أو مو قادر يوصل أقول حق الرابع من غير محد يشوف يبول الكتابة خلي روح ليش يخليه نص ساعة ساعة قاعد يتحلطن بسرعة يبول الكتاب كله توقيت نص دقيقة يبول الكتاب وقاير مع السلام خلاص انت جيد مرتاح نحن مو يتعلمون أي واحد يتهاوش عشان أوقعك تهاوى بسرعة لا أنا سعق المعصب بس صج من أتحين على جانب يوتيوب منو معاك بشغل بروحك بروح صج والله ليه اليوم معاي وحدة كاتبة سعودية هي أصلا أول قصة تكتبها كتبتها حقي قالت لي أنا مينونة وثاقيات مينونة قصص وما أبي أشتغل بأي قصة أبي قصة تقيلة أبي قصة شي تقيلة أقول أنا سايكو أحب القصص هذه وإنجليزيتها وايد قوية قلت لي يا ريت لو تابعي نشتغل نشتغل يا ريت قلت لها تعالي لتزمي معاي حطيني على الأقل بالشهر أربع قصص طبعا كلها بمقابل يعني بني أهم شغلها هذا وتعبها فقامت الحين شا تسوي قلت لي ما أقدر لتزمي معاك عندي وظيفتي وعندي هذا ومعش قلت لها أنت كاتبة لتش مستقبل مطبيعي لو تنازلين كتابة هالأمور راح تكسرين الدنيا حطتني لأنحن يمكن أربع قصص أو خمس قصص مطبيعي وإيه تفاصيل إيه طريقة تسرد تريح يعني سبحان الله فيه كيميا صارت بيننا هي عارفة أنا شنو أبي بالكتابة وهذه الوحيدة اللي قاتت اشتغل معايح الباجلة مستأذن منهم كمحتوى في أكثر من كاتبة عندهم محتوىهم قصصي بس مكتوب أنا أستعدم منهم تابون مقابل أني أذكر مصدري أنت بس يعني بس كشغل شغل شغل أنا أنا بقول أنا أشتغل على استحياء بيوتيوب قلت لك أنا شغلك أنت يفرق عن شغلي يعني طبيعة اللي إحنا نسوي أنا قد يكون المجهود أقل بس أعرف شنو الجهد اللي يديش بيوتيوب تقعد تكلم على قريب ثلاثة مليون سبسكرايبر كل حلقة تغريبا بوق المليون غريبا يعني لي اليوم ما ما تنازلت عن مهام معينة حق ناس معينة ممكن يشيلونها ما أقدر أنا دائما أقول صانع المحتوى أو صانع المحتوى لازم يكون قعد تعد وتمنتج وتصور أحيانا أعد يعني قصة اليوم أوكي مو أعداد مية بالمية يعني ما أخذهم مصادر كذا مصدر مركبهم على بعض شذي طريقة حلوة بس أوكي نقدر أقول أني قاعد لأن ما أتشذب يعني أنا أوكي أقرأ القصة إذا كانت مناسبة أقولها أنا أدور بأماكن ثانية أقارن أشوف هالقصة هذه صح في إضافات أحط إضافات موثقة ما في أوكي هذه كافية أقولها خنقول شبه أعداد مراجعة أوكي منتج أخراج تصوير إضاءة صوت كلها حضرتك كلها الحمد لله الله أعطيك العافية الله أعافيك بس المنتاج هو أكثر شيء متعب يعني لا لا وايد صدي يعني أنا مرة قلت لك أنا وايد أقل بس شيء مستدري أقولك شيء أستمتع وقت المنتاج أكثر من التصوير حلو ترى على الرواءان قهوة كيم تعرف شرعت لي ليزي بوي حق المنتاج يعني شاف عزيز أنا مرة يعني حاط لي ليزي بوي وشاشة تشيدي معلقة فوق وراسة وراسة دنيا شوفهم عبد الله عزيز يبون يبقون مني المنتاج بس يعني يعطيهم أي شيء ثاني ليزي بوي لا لا يبون يبقون يبون يبون يبقون المنتاج يعني عبد الله يقول أنا خاص منتي صار فيني يعني والله شن أنا مستانس عليه ما ودي أطي أحد لا شوف إذا واحد من اللي معاك يبي يشتغل بالمنتاج أحطاه قطة قطة أما بره لا لا أما إذا بالتيم نفسه اللي أنتم 24 ساعة مع بعض تقعدون تقومون مع بعض أي روح سؤال شام ما تخاف القصص يخلصون القصص ما تخلص الناس تبدي تحس أنه في جزئية مكررة يعني اليوم فارس وين يشوف القناة ترايحة بعد ثلاث أربعة خمسة شوف أنا عندي عندي شي من هذا يعني أن بخاطرة يقدم شي يديد شي يديد بنفس المحتوى طريقة يديدة سلوب منتاج يديد ممكن أقول القصة مو بالطريقة اللي حين قا أقولها أقولها بشكل ثاني ما ما يعارف شنو وصح أنك تشتغل على محتوىك بس ساعات يا أخي سيونك مبدعين طلع لك بفكرة يديدة بس في أحد فاضي لك أوكي وإذا فاضي لك اليوم فاضي لك بعد ستة شهر فاضي لك يتم معاك هالفترة أنا دائما من ألاقي أسامي وايد بعد المحتوى بالتتر أقول أن هذا ما رح يكمل لأن كل واحد معتمد على الثاني إن طاح واحد طاح والبادي وراء فأنت بالنسبة لك يوتيوب كثر ما كانوا والناس اللي قاعد يشتغلون على الماد عددهم أقل كل ما تنضمنت نجاحا أكثر بالضبط أنا أحس جديد في ناس ممكن عندهم تجارب نجحوا فيها بس أنا بس أنا أحس أنا كمحتوى أنا ما أقدر أقدر مع واحد ثاني يشتغل لي منتاج أو شي ممكن أحد يعطيني فكرة بس هذا اللي بسوي المنتاج رح يتعب معايا أنا رح يتعب معايا وعيد رح يتعب أنا بتعرف أنت تحكم أو شايف تعرف الصفحة الداشبورد تعرفها صح مالت يوتيوب أنت لأن ما تعطي شي وصعب وقعد تكتم كثر ما تقدر فأنا بعطيك السؤال أبيض وأنت كيف تقول أبيض مثل قلب الله يسلم وعيد حراجة كسرت السؤال لا 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 بالعكس أطيب سؤال بالدنيا هذه صفحة الداشبورد مالت فارس يعني اليوم أعتقد الناس طلع التاريفون والله خوش سؤال ها ها طلع التاريفون هادي هادي شون تايبنها سؤال ممكن يهم الناس أن أوهمني أنا شخصيا بعد أن من يتابع فارس الكدول العمار أه الوقف قلنا الوقفة 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 قاد الشينا العل 어디었 أوكي طابي العمار العمار أه خمسة بوئين 3 بالمية من 13 ليه 17 من 13 ليه 17 ليه 17 أوكي خمسة, بوئين 3 4 بالمية بوئين 4 من 18 ليه 24 اللي قلت لك هذي أعلى فيها عندي 30% من 25 إلى 34 12% من 35 إلى 44 4% من 45 إلى 54 1.5% من 55 إلى 64 1.5% من فوق 65 والله وعيد متشابهين احنا ويات ازاي ميل فيه ميل كم عندك الميل عندي شوف انا عندي اتهام وايت قوي انه انه متابعيني اغلبهم بنات صح انت اوف اول مرة يحوشني صانع محتوى يعني قبل شام يوم واحد متكلم عني يقول اللاين مع الفارس اللي كان بالمعرض كلها بنات ما شفت فيه ولا ريال كان اصور لك من شام صورة ودزل اياهم قلت له ما فيه ولا ريال صح بس هم معلم ترى يعني مو قصة شيء ليش تقول شيء ما صار انا هذا اللي يحرني انت قلت شيء ما صار انت بتألف بس علشان تطلع انت صح بالمقابل لا انت يقول لا بالساعة المعينة اللي انا ايت فيها ما كان فيه قلت لانا موجود طوله ايام ما عودت صديق ما ردت ما نداعي ما نداعي بس خلاص كيف بس انت چم عندك ميل في ميل الميل 54% 0.6 ترى انت حالة استثنائية اتوقع لان انا اللي عرف انه يوتيوب وايد الميل 54% الفيميل 44.9 يعني ترى تقريبا نص بالنص تقريبا فرق 4% تقريبا 5% انا بقعد يقعد يشوف اشياء بس دقيقة اعطيك ترتيب الدول اعطنا ترتيب الدول سعودية المركز الاول العراد ثاني صاروا كانوا الكويت فازوا عليكم الثالث الكويت الامارات الرابع الخامس اعمان غريبة مادش يعني مصر في جمهور كبيرة بالتفاصيل حين اقول لك اعمان بعدهم الاردن بعدهم البحرين بعدهم الجزائر بعدهم مصر بعدهم قطر اوكي يعني لانهني يعني ما ادين انت تتفكر بهذا الشيء بس عادة اذا في تعتقد في بلاد الشام فرضا ولا المغرب العربي هذول تحس انه وانا ممكن اسوي اشياء عشان انصر لحق هالجماهير هذه اي انا بالنسبة لي اذكر قصص من دولهم اعم هذا يساعدك توصل لهم اي انا فترة من فترات ما كان عندي داتا ومحتوى عن قصص المملكة العربية السعودية ما كان عندي فتعرفت على كذا اكاونت كتاب ووصلني كتاب هم في قصص كانت يعني متابعين من مملكة العربية السعودية ما كان في احد ما عندي بس بلشت اقول قصصهم 4% بس طبعا بالبدايات كان يعني مايت متأخر فالموضوع بالنسبة لي اي دولة تبدش لها اذكر قصة من عندهم اذا الصفحة المهمة الربنيو هذا هام شي هاي واحدة ما عرفت هذي اخر واحدة عليمين صح اي اه اه اكي الناس تابي تعرف في هذي في بيز لا ها عليمين لا لا مادري عزيز كون صاعدين تابي عزيزي تطلع على تليفون هذي تعال عزيز ازوز قولي بعدين هذي اي اي غطي ما رح اقول لك ولا شي انا ما رح اشوف انا ما رح اسأل شنو بالتفاصيل انت ج تقدر تعطيني منها بس اقول لك شي بقى هو ترى تعال تعزيز تعال 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 تكفة تعال تعال شوف لأسهم هني كلهم خضر إلا هذا نازل إلا هذا نازل شنو اللي نازل شنو اللي نازل شفت شنو نكسر الخاطر احنا ترى صناع المحتوى معلنا مع القصص اكثر ناس نازل القصص ما عليها اعلانات ليش حين اقول لك ليش تعال عزيز نحظة لا تشوف تعال تعال شوف اي لون اصفر اصفر شوف 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 الاصفر شوف الاصفر الاصفر اه 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 لان المحتوى ما لك انت كله يطلع لك اخضر ايه الحمد لله دنيتك خضر الله يسلمك امتهم سعد والفوز الله يسلمك طلعون احنسته لا لا بس انت رايح بالسكة بالطريج انت أصفر عندك اللي هو ان الجبرس صح 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 لنوع المحتوى لنوع المحتوى في سفاحين في قتلة في دم في اطفال في ما دري شون في هذا انت اه لانت اطلع لك الصفحة صح انت تعترف تقول لانت تذكر في صفحة اطلع لك يقول لك محتوى مالك في قتل في مدري شن لا حتى لو تكتب انه ما في ولا شي هو ياخذ على اشياء اللي قبل يصير اوتوماتيك يعني يعطيك الاصفر انا فتح الباب لو بقول قصة ليلة وذيب اصفر ليش يوتيوب اصفر لا لا يعني كلمة حكتين قال انت وضعك باليوتيوب شي سوي بعدين تدخل في مكان تضغط عليه صير manual review واحد يطالع محتوى قعد كيف قاعد مزج ممزج مزفوف طاقة المرأة ما تدري يا يقول اوكي يا يقول مو اوكي يعني قصة اليوم ريال ذابح 33 واحد حاطي لي عليها اخطر لا تقبس رحيم باجر يزارة صفر ترى عادي عادي مالت موكب الامير جاء بالرحمة الله عليك التفجير كانت خضرة فجأة بعد سنة ونص يمكن او سنة صفرة وفق 18 سنة يعني اللي يدشون عليك باليوتيوب ما عنده اكاونت ما يقدر يطالع لا لا صادهم صاد نحور رياضة انا اكسلنا برنامج انا بحور انا اياك نقدم تحدي الدراجين انا خسرت بس الحلقة الوحيدة اللي ضرب الصوت فيها صوت هذا حظك لا تقول تكفت تكفت على الصوت يرحم والديك أساك على القوة ما أقصرت أشكر على وقت الله يجزك خير انا واحد مستانس اكرا اخي دايما أقول أنا ما عندي شي يقول لحق الناس شو أقول لهم منو أنا عشان يتكلم وانصح وما شنو هذا ان شاء الله أكون خفيف عليكم يا رب تكون حلقة حلوة يا رب ما قلت شي غلط زلت مني كلمة وشي قصوح بالمنتج مو تسامحوني لا قصوح بالمنتج قصوح بالمنتج على طول أنا ساعات ما دري شاق زين فمشكورين هايد أعطيكم العافية كلكم ما قصرت والله العظيم أكثر نقاط أو بودكاست ارتحت فيه مشكور من طيبك وإحنا محظوظين نقدر نحصل لك نقاط معك أنا المحظوظ لأن كنت معاكم والله العظيم مشكور ما قصرت سعساك على القوة